حكايا حكم الله لحكم الله لاحلام تحقيق سوال فنجزل وشعره رواية نجمع رجال نحافظين الموذيك علمهم بصد ما هي دعاية الله يحيكم ترانا مشا فيك نسمع قصيدا ما حديث وآية متابعينا متابعينا أجعلكم بالتوافي لا تتركون للمقت النهاية يا مرحبا وأهلا هلا بالمطالق تحيب غالي عبر شاشة بداية يا مرحبا وأهلا هلا بالمطالق تحيب غالي عبر شاشة بداية يا مرحبا وأهلا هلا بالمطالق تحيب غالي عبر شاشة بداية يا مرحبا وأهلا هلا بالمطالق تحيب غالي عبر شاشة بداية في مثل الحكم على الأحلام تحقيق سوال فن جزلا وشعر روايا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الغالين مرحبة ومسهلة بامتابعينا وامتابعاتنا ومشاهديننا ومشاهداتنا من كل مكان أهلا وسهلا بكم عدد ما خلق ربي في برنامجكم برنامج بيت الحكمة بقناة بداية هذا البرنامج اللي يجمع ما بين الموعظة والنصيحة والحكمة والشعر والإنشاد ثقافتنا اسلومنا عاداتنا مجتمعنا هكذا هي مجالسنا الله يحييكم جميعا كما عودناكم في كل ليلة نستضيف شخصيات بارزة في مجتمعنا لهم بصمة من ذهب في مجالهم فالله يحييهم ترحي بالمطر ونبدأ بهم من عليميني أهلا بأخي الغالي وأستاذي الشيخ الدكتور فهاد المعطاني أحلى أحلى الله يحييك بركان شرفتنا في هذه الحلقة أحلى 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 أيضا أرحب بأخي العزيز الشاعر صالح السفران الله يحييك الله يبقيك يطول عمرك وفرصة طيبة الحقيقة ولنا الشرف والله أن نحضر على دعوتك المباركة الله يحييكم في هذه القناة الموفقة إن شاء الله الله يحييكم الله يبقيك أخوي بتخيل مرحبا بك مرحبا والله مجهدا بالضيوف وأنا أمعجبهم أضيوف مرحبا بهم كلها أبركاتك أبو عبد الله الله يحييكم جميعا أخوي مني في الشوي مرحبا ترحي بالمطر الله يحييك ويبقيك حياة طيبة ويطول بالأمرك أنتم من يسمع الله يحييك والله يكتب أجركم والشرف تعرفنا على الدكتور فهد والإخوان شكرا والله يحييكم جميعا أهلا وسهلا بكم جميعا يقول الله عز وجل في القرآن والصلح خير ربي يقوله يقوله الصلح خير يعني دائما الصلح ترى ما يجي الله بخير ولا يجي منه إلا خير ولا خير يعني في كثير من أعمالنا كما قال تعالى إلا من أمر المعروف أو صدقة أو صلاح بين الناس أحد ضيوفنا هذا اليوم له بصمة مميزة في الإصلاح بين الناس بل من الشخصيات اللي يشار إليها بالبنان في مجال الإصلاح وأنا شخصيا رافقته في كثير من مجالس الصلح واستفدت منه وتعلمت منه وهو شيخ قبيلة ورمز من رموز منطقة موكة المكرمة بل من رموز الوطن ودكتور ورئيس أكاديمية أكاديمية تعنا بالمبدعين والمميزين سواء في الشعر أو في الإبداع أو في الكلمة ودنا أن نسمع منه ويتكلم لنا عن الإصراح بين الناس إيجابياته مواقفه ماذا ينصح الإنسان لكي يكون مصلحا يا مرحبا يا شيخ فات المعطاني وتفضل أهلا حياك الله أولا المصلح يجب عليه أن يتجه لله سبحانه وتعالى وأن يخلص وأن يحتسب لأن الاحتساب مهم في الأصلاح سواء في قضايا الرقاب أو في ناس متقاطعين لهم سنين ويصلح بينهم وهذا شيء محمود في الإسلام والدين حريص عليه والصلح خير ودائما في المملكة العربية السعودية طبعا شعب المملكة من القبائل أو من غيرها يحصل كثير من الأشياء التي لا بد أن يتدخل الصلح فيها سواء قضايا الرقاب أو غيرها وهذه من أمور الدين وأنني أذكر أنا قبل فترة في أخوان اثنين اللي هم خمسة وعشرين سنة ما يكلمون بعض حنا في مجلس في مكة المكرمة جان واحد من الأخوان وسلم علينا وجلس جاء أخوه ما قام له أنا لاحظت الحركة هذه وحنا في المجلس فسألت واحد من ربعة قلت له الرجل ده ليه ما سلم على أخوه قال والله بينهم زعل خمسة وعشرين سنة لهم ما يردون على بعض حتى أيام العيد ما يزورون بعضهم حتى اللي يمرض منهم ما يزورها الثاني فأنا بعد العشاء قلت للأخوان قلت نبغى نسك الباب بالله يا جماعنا بالليلة نصلح بين الأخوان ربما الله سبحانه وتعالى يجعلها حزة طيبة فجمعناهم شارك معي بعض الأخوان اللي موجدين منهم ومن ربحهم من الحاضرين في العشاء والله حطيت عقالي بينهم قلت أنا طالبكم والجماعة ذولي كل أبوهم طالبينكم إنكم الليلة تصطلحون والله لا فيها عظم مكسور ولا دم منثور وهي كل أبوها شرحات وكلمات وقالة وقنة وقالة وقنة حرام عليكم ما تحمل ما تحمل حرام عليكم خمسة وعشرين سنة أخوان وحنا ندري أن بعض الناس إذا فقدوا أخوه يجي في المقبرة يلزم في تراب القفر يبكي عليه ويتندم ساعة ندم لذلك الصلح أصلحناهم يوم الله يريد تعشينا عند واحد منهم الليلة الثانية والليلة اللي بعدها تعشينا عند الثاني واصطلحوا جابوا عيالهم وسلموا على بعض أشياء بذولي والله إنهم يسلمون على بعض يتباكون يقولون إبليس إبليس الله يلعنا لذلك يا جماعة صلح خير واليوم الحياة الناس تمر عليها مرور هي دار ما مر ما هي دار مقر وثالث سنين تمضي والأيام تروح والشحناء والبغضاء هذه مشكلة كبيرة في المجتمع فيها الفرقة فيها البعد فيها معصية لله سبحانه وتعالى لذلك أنا أقول المصلح يجب عليه أولا أن يتقن الله وثانيا أن يحتسب لوجه الله أن تدور أجر والدور ثواب حنا الشيخ مبارك يدري أنا إلي أكثر من 40 سنة أسعى في غضايا الرقاب والله يسعى أني سبحانه وتعالى والله أن حتى إذا دعيت في مدينة من المدن أني يقولون أن تسكن على حساب أن أقول لهم لا أبسكن على حساب ليه لأني أنا محتسب لوجه الله شكرا فالاحتساب لوجه الله مهم للمصلح والنية الطيبة يعني يدخل الإصلاح بنية طيبة ولا يتحيز يجعل الخصمين في ميزان واحد ميزان عدالة ميزان عدالة لهذا الإصلاح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل المصلحين إلى أنهم ينهجون المنهج الصحيح في الإصلاح وهو مخابة الله وأيضا الإخلاص وأيضا الاحتساب لوجه الله يا رب أي نعم والصلح خير كما يقال يا رب أبو راكان فيه بعض المصلحين أساء إلى الإصلاح ببعض التصرفات ونجدهم في المجتمع وش تقول لهم يا بو راكان اللي يدخل في الإصلاح ولهم آل من أخرى أو لمن يكون مساهم هو بذاته في المبالغات في أرقام الديات الفلكية اللي يشوفها الآن اللي أثقلت كاهل الناس وبهذلت الناس والقبائل مبالغ يعني مليونية مبالغ فيها جدا وش تقول لهم يا بو راكان والله أنا أقول اللي يعفوا لوجه الله أبرك له من الملايين وأبرك له من أشياء كثير وحنا أنا وأنت وغيرنا من المصلحين دخلوا في قضايا واجد والله ما خبرنا رجل عفى لوجه الله إلا الله بارك في ماله وفي حاله وفي بريته صدقت وهذه حصلت كثير في المجتمع صحيح لذلك أنا أشوف أنه يعفوا لوجه الله وإلا أن الملايين وش تسوي له زائلة زائلة نعم لذلك العفو لوجه الله وهذه حصلت لنا صحيح كثير ويمكن أن تداري عنها صحيح بعضهم من يوم يجي سبحان الله ويجونها الناس والمسلمين ويسمع كلماتهم يسمع باب العفو أنه من أبواب الجنة ومن عفى وصل على أجر على الله وهم من أحياها فكأنه ما أحيانا سأجي مئة ترقاه يعفوا لوجه الله نعم وهذه ترى حصلت منه بليوم حصلت لي حنف ابن قيس يوم النجوع علموه في قتل ولده قال ولدك قتل قال ما نقتله قاله فلان قال حصب الله نعم الوكيل قال أمه أجنبية أم الولد أجنبية أعطوها مياه من الإبل واطلقوا صراحة فاطلقوه وعفى عنه هو ذا بحولده هو ذا بحولده وحنا شفنا يا جماعة شفنا شيئين كثير في المملكة الآن الشيخ ساعد ابن مجهز الذيابي عفى عن قاتل ولده الوجه الله نعم الشهرانية الشهرانية موقفها بطوني نعم عفى عن وجه الله واستجارت يوم جارها وجورت دباح ولدها نعم والشمري في حايل صحيح والحربي كدير كدير راحه بالتنازل بنفسه وجاب الولد وخلاه يتعشى معه في عزة ولده هذه يا جماعة هذا العرب والعفو عند المقدرة والعفو باب من أبواب الإصلاح وأيضا الذياب الشيخ الذياب بن شراع الذيابي عفى الوجه الله واليامي كثير كثير والذيابي عفى عن ذلك واليامي وكثير من العافين عن أبناؤهم في المملكة العربية السعودية كثر في كل مكان من مناطق المملكة المملكة بخير وقبائل المملكة بخير والأمور الخيرة وموجودة في سكان المملكة والعفو من المقدرة لذلك حنا برنامجكم في هذه النيلة الذي يتحدث عن الإصلاح وعن غيره من القيم في المملكة العربية السعودية أنا أقول إن سكان المملكة العربية السعودية من قبائل والقبيلة هي أول منظومة فالتاريخ بنيت على قيم وعلى شيم حسنت حتى في الجاهلية ما قال الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليها ما ذكر وما فعدت إلي كي يتم من مكارم الأخلاق نعم فمعنات مكارم الأخلاق موجودة حتى في الجاهلية عند العرب أنتر بشداد العبس يقول غض طرفي إن بدتني جارتي حتى يواري جارتي ما واها الله ما كان يرد دين لكن يرد شرف القديم وشيم وشيم القبيلة وسعة القبيلة حسنت يا جماعة القبيلة عظيمة من عصر الجاهلية سهي وهي على قيم ولا ما نزل هذا الدين الحنيف عليهم إلا لأنها أمة لها قيم لها أخلاق حسنت وكنتم خير أمة أخرجت للناس ما هو بلجمان الترك والتركمان والروم فيهم خلق أجمل أجمل لكن حنا لأخلاقنا كعرب حسنت ما قال حديث يروى عن الرسول الله عليه أو يروى فالأثر يقول الرسول عليه حب العرب لثلاثة قصال لأنني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أوصيكم بالعرب خيرا فهم مادة الإسلام مادة الإسلام هذه مادة الإسلام وشي القيم والأخلاق والشيام والعفو وكل الأشياء دي لذلك أنا أقول ووجه رسالة لكل من يفقد ابنه في في أي قضية قتل إنه يعتبر إنه قضاء وقتر من الله سبحانه وتعالى ولده من لم يموت بسي فيما تبغيره تنوعت الأسباب والمتوحد ولدهم لو ما مات بهذه الطريقة ممكن يروح في حادث سيارة ويموت فيها صح ولا لا لكن أنا أقول إن العفو بدون مقابل أفضل وأجمل أفضل ولو أخذ مقابل فهو حقه ولو أخذ مقابل هو حقه وعلى شرط إن المقابل يصرف في بناء مسجد إليه في أعمال خيرية إليه وهذا ما في هذا لكن المبالغات الكبيرة خمسين مليون سبعين مليون همانين مليون هذه ترهق القبيلة وترهق الناس ويمكن بعضهم معسق صدق يجون ربع ويستحي صدق يروح يتسلف سلف ويعطيهم في رفدتهم صح أو لا صحيح فنسأل الله سبحانه وتعالى طيب يا بوركان هل كل القضايا الصلح اللي تجيكم تسعون فيها ولا هناك فلتر أو نقطة بعض القضايا ما تدخلون فيها بعض القضايا ما ندخل فيها مثل اللي فيها أمور إخلاقية أو فيها اللي يدخل للشرف أو يدخل للشرف والمخدرات هذه لا حنا نسأل عن السجين قبل وهذه يمكن كثير من الناس بعضهم اللي شاركوا معنا مثل اللواب هشون وغيرة ودائما يفيدون عن التحقيق وعن القضية عن السجين وعن أمور اللي فيها إخلاق فالشرف ما ندخل فيها أو مخدرات أو مخدرات ندخل في قضايا الابتلاء الابتلاء نعم هذه الابتلاء الابتلاء وعندما هو شيء ضاربه أشياء إنسان امتحل في نفسه ندخل فيها وباب الإصلاح باقي والعفو باقي إلى يوم القيامة والعفون يعفو عنهم الله وهي بس تذكير لكل لكثير من الناس نسأل الله سبحانه وتعالى الله ينبع ما تفعلوني بركة أن يوفق المصلح وأن يوفق أيضا آمين آمين طيب الموضوع والله طويل والحلقة لكن لأنه هام وكثير من الأسئلة بعدما أعلنت أني بستضيفك أرسلوها للمتابعين يقول تكفس ألها لأنهم يعرفون دورك الكبير يا بوراكان في الإصلاح طيب هناك ناس يقولون نخاف تتوجهون كلكم للإصلاح ويصير العفو كثير يقولونهم كذا يصير الشباب يستخفون بالدماء ويكثر القتل ما هو الضابط هنا يا بوراكان الضابط من الجانب الآخر الإعلام وشيوخ القبائل ينبهون على شبابهم أنهم الحديث الرسول الله ومسلم عليه واضح ليس الشديد وبالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القضب كل اللي قتلوا إذا أقولوا يحن ندري ونسألناهم وهم في وضحهم كلهم يقولون إبريس وكل أبوه وبعضهم يقولون غضب وزعلت وغضبت صحيح لذلك يجب على الإنسان أن يخاف الله يخاف الله وأن يطيع الرسول الله مسلم عليه في قول في حديثه ليس الشديد وبالسرعة إنما الشديد الذي يملك عبسل وأوسى الصحابة قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب لذلك هو الغضب يجب على الإنسان يجب على الشباب كل أبوهم بعدين يحذروا بعدين يقدم على قتل شخص يا جماعة عذية شيء عظيم من الكبائل الذنوب من الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقدف المحسنات المؤمنات وشرب الخمر وتوليهم الزعف سبعة من الموبقات من ضمنها قتل النفس نعم نسأل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي وما زال المرأة أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسك دم حرام فنحن نقول مثل ما نطالب المجتمع بالعفو وبالإصلاح ابتقاء ما عند الله أيضا نحذر الشباب والشيبان ونحذر الناس ونقول ترى ما كل من يقتله شقيق والابن سوف يعفو لا تختر وتراك في فسحة من دينك ما لم تسك دم حرام اتقوا الله في أنفسكم أيها الشباب والله يا المسلم أنه يرحم الحيوان في الشارع لو حيوان في الشارع ما يدعسه رحمة به فما بالكم بإنسان خلق الله هذه الروح ومنحها الحياة سبحانه وتعالى تأتي أنت في لحظة بسيطة أو ربما عند سبب أو بدون سبب تحرم هذا الشخص من هذه الحياة وتقطع عليه حياته بسبب يمكن نجي نسأل بعض القضايا تذكرة يا بورا قال والله حدني في الشارع إلا قال لي واحد تذكرة قال لي العين بحر كلامي أخواني يكتسب من كبائل الذنوب كما قلت يا شيخ ويجرح والديه ويهم ويفقد مسلم ويحمل قبائله ويشغل الناس كلهم فيها ملاني بوركانا يحضرنا في كثير من الجاهيات نروح لأهل القاتل نلقاهم يبكون نروح لأهل المكتوب نلقاهم يبكون نلقى أسرتين تقعد في هذا الهم عشر سنين عشرين سنة لأن ينفذوا القصاص طيب المتسبب المتسبب إنسان استخف بأمر دينه وتغلب الشيطان عليه وسفك دمًا حرام من أسأل الله العفو والعافية نرجع لك إن شاء الله بوركان أخوي صالح بن سفران الله يحييك الله يبقيك الشعراء لهم دور في الإصلاح نعم ويش تقولوا له والله طال عمرك أقول يا طوي العمر أن يجب على أي شاعر إنه يأدي رشالة حسنت في الإصلاح في الدعوة إلى الله في العلوم الغانمة في المراجل في العلوم الطيبة جميعا نعم الله يجعلنا وإنتم المصلحين اللهم إشتقول يا أبو عبد الرحمن عندك قصة على الأصلاح إيه عندي بس إنها على الأمر الخفائف أول شيء بالنسبة إحنا ننصح جن اليوم شبابنا بعدما أخذ السلح السكين ومش سكين ولا سلح ممنوع أصلا نظاما أنا أقول لك الآن ممنوع أصلا انتبوا يا شباب ترى ممنوع حمل السلاح حتى لو ما أكتصريح بعض الشباب ما يدرون ترى هذه هي المشكلة ترى إحنا الحين لازع إلى الواحد واللي في يدي حصله شيء يضرب حيث في حالة الغضب كل أحد يقول غضبان صحيح صدق لما معهل آلة هذه لدى هذه القاتلة ما قتل صدق إحنا جينا وشبابنا واللي قبلنا إحنا يلجيل واللي قبلنا يتضاربون يومي عند الحلال على الماء على كل شيء لكن قتل ما فيه ما فيه سلاح ما فيه قتل طقت الأمر كما بالعصة ولا حذفتنا يتلازبون يقولون يا أبو عبد الرحمن حالة القتل نادرة علم الهوشات تستمر وانطاق يستمر المشكلة اليوم كلها في السلح فالسلح اللي بيض هذا اللي يضرب بضربة وهي المميثة القاتل والناس ما عادي مثل الناس أول ما يتحملوا ما يتحملوا نعم الناس أجسامها ضعيفة ومورها ضعيفة وصحاتها ضعيفة حتى لو أن الشاب ضعيف ما يتحمل شيء يطقه بأي طقة تقتل أي ضرب إنسان كبير عنده مرض شيء يقتل أطول بعضهم انقتل بشيء في الحقيقة أنه أنه يعني الطبيعي أنه ما كان يقتلها هذا الشيء هذا لكن الله سبحانه وتعالى رد لأنه أنه قتل في مرض أندي موضوع على كلام براكان على عملية الاصلحة لكن الأمر الخفيفة فالموضوع هذا رجل خالد قال الله خير اسم الزابن ابن هوشان الشويب رايحني يدور له أبل ويوم يدور على أبل في البر والله أنا هكالأرب لديهم سيارات واجد يوم شوف السيارات الكثيرة قال هذول ما ألقاهم يعطوني خبر عن المنطقة عشان يذكرون الحلال ويطب عليهم يوم جاء للرياجيل يوم شافه جامعة فرحوبة رايح المعزب قلطهم ما فرحوب هالرياجيل يوم تفرقوا والرياجيل يقاموا يبرزون برا يقعد واحد يجهويه قال والدان جيت لفوقت ما هو مناسب جيت لفوقت ما هو مناسب قال تشوف الرجل اللي جايين هذولي قال كلهم جايين اللي من الغربية ومن الرياض ومن الى ماكمنا هذا الرجال المعزب في قضية عندهم داخلية وجايين يطلبونه ومتمسك لها الحين ما عطاهم وجايين يترجونه عشان الموضوع ما يكبر والخلاف ما بسيط وليك خلاهم وخلوا صبغة يمشي وقعد الرجال واحد يجهويه والرجل بارزين بره وبره جايين جايين ولا ما عندهم نية خلاص وهو جالس لا دعي ولا جاي ولا له لزوم ما بجايين يدورين ياكي غير يدورناك جايين يدورين ياكي شيفي في الرزق ايوه قال استشفى الموضوع من الرجال اللي قويه استشفى الموضوع وشنه وعلمه 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 يوم طا امرك هنا قال انتم أساكم خلصتم في لزومكم اللي جيتوا له وبرزتكم عساها خلصت عساها قالوا ان شاء الله انها تخلص ما بعد خلصتي لحد دلع هو ينحرف على المعزب قال يا فلان ما يعرفه من اول ما يعرفه بس خزمه ترى ربعك ما جو لك وعنولك الرياجين من الرياض ومن الغربية هم من كل مكان هم في البر في ديرنا وجو عني لك اللي تقديري لك وقيمتك وهميتك ولو ما انت بغالي ما يجو لك لكن جو يجبرون بخاطرك جو ياخذوني بخاطرك جو يواسونك جو يطلبونك جو كل المقيس جو ترى ما اشتم قولك الرياجين وجونك الا تقديري لك واحترام لك فربعك ما دام جو عنين لك ومحترمينك ومقدرينك اللي راح راح فعط ربعك واكسب الجمالة في ربعك واكسب الطيف في ربعك وهو يقول به وهو يقول به هاد كلام انا ما عارف كلام لاني عندهم بس الكلام اللي نقلنا هو يوافق ويعطيهم شوف سبحان الله قالوا يا رجل ما يعرفونه حتى انت من انت قال انا هاك الرجل ما نجعين على دورة اذهب ودورة قالوا يا ولد والله انا كرانا جيت كم جيتنا لانك خربت علينا موضوع نحنا ما خلصنا حتى نطلعنا انت ناجي برا وانت كلف موضوعنا برا ما نبيك تطلع عليه لكن سبحان الله يوم الله راد لك هذا اطلعت عليك هذا مبارك هذا مبارك طريهم تقول ذا الحين ياخذون السلاح من القصص الفكاهية واللي والله نتحزن الفكاهية يقول اول ما استرت البنادق في السعودية يقولهم لها بذاك العود اول مرة يشوف البندق يقولهم لها في دولده شوف من اولين اولين حتى شجعان شجعان قال احب كثير اللي فيت قال دي ابوك بندق قال وش يسون با قال هذي تذبح الرجال من بعيد قبل يجيك تذبحه تطلق يا ابوه بها وتذبحه يقوله يقوم بندق صدره ويقوم بندق صدره يقوم يبتي قال علامك يا ابوه قال لا والله لذبح الرجال راح الرجال سيد الرخو راح الرجال سيد الرخو ده الحين السلاح يا اخواني ترى ما مش جاعة انك تمسك السلاح وتطلق النار لو يمسكها ايا كان صحيح رمى به ورعي ولا مره ولا رجال ولا ذبح به ليس اصلا في الحديث اذا رفعت على اخوك المسلم لو حديدة تروع بها فانت في خطر عظيم عليك ذنب هلين تضحى اسأل الله يجعلنا ويأكم الحلمين ويكفينا وانتو شر مصايب الدنيا ويجعلنا من المصلحين ولا يبترين ولا نتو هابي هالشا هذي ابتلاء قرح الرجال قرح الرجال صدر رخو من اول من اول الرجال ابو الرجال تلازمه هم يعتمدون على الله ثم على عضلاته وعلى شجاعته لكن ذا الحين يترى الصدلة هم يرميه ولا يغدره بعد نساء الله العبو العبي الشيخ أحمد مجالك الإرشاد الأسري لعلنا تكلمنا عن الإصلاح في القضايا الكبيرة الجنائية والمباربات والقتل أيضا أريد أن أتكلم لو قليلا عن جانب الإصلاح الأسري ما بين هذه العلاقة السامية الكبيرة وهي الزوج والزوجة التي ترىها من نعم الله علينا يا إخواني إن جعلنا نساء وحللهم لنا وجعلنا هذه الأسر التي تكون من هذا المجتمع تفضل يا سيد أحمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المباعد والسلي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا أما بعد حقيقة قالت العرب لا عطر بعد عروس الدكتور ما شاء الله يعني له بعض كبير وقديم الدكتور جزال الله خير في موضوع الإصلاح ونحاول نتناول الموضوع من جهة أخرى كما سأل الأستاذ مبارك جزال الله خير عن موضوع الإصلاح ولكن قبل دائما قبل الإصلاح في حاجة نحن دائما نتكلم فيها في اللقاءات وتكلم عن الخطوبات في موضوع اسمه إدارة الغضب إدارة الغضب كويس وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا ونهى بعض الصحاقاء لا تغضب لا تغضب لا تغضب إذا الإنسان دائما تمارك نفسه في الغضب وتبع الطرق والسياسات التي لا تؤدي به إلى الغضب سواء في علاقة الأسرية أو علاقة في العمل أو علاقته في الشارع أو علاقته نحن كلنا اللي جالسين هنا قد يتعرض الإنسان لضغوطات في أي لحظة ممكن في لحظة تجد من يستفزك أو يخطئ عليك فلذلك نتعلم هنا إدارة الغضب من أشياء التي يجب على الإنسان في إدارة الغضب أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يغير مكان ثاني شيء الوضوء أنا دائما أنصح حتى الأزواج وغيرا في أحد الأزواج يقول أغضبتني الزوج أجيت من الدوام وكذا وأغضبتني وأخذت السكين وحذفتها وجدت في زوجته زوجته نعم وجدت في الفخذ وحصل على الموضوع يعني على موضوع تافه جدا ما استطاع أن يدير غضب طيب أنا كيف أستطيع يدير غضبي في هذا الوقت بكل بساطة قمت وضع وتعوذ من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى خلاص أو إذا كنت جالس واقف أجلس أو كنت جالس أو أقف نعم ودائما نتعلم في إدارة غضب حتى الكلمة السيئة لما يلفظها لك الشخص ترى يعني ما رح تأثر فيك كثيرا أغلما نرتكب الجرائم أو القتل أو وصلت إلى المحاكم أو وصل مشابه ذلك ترى كلها يقول والله هي عشر دقائي أنا بس كان قصتي لا قل خمش دقائي كان قصتي بس خوف كان قصتي بس هوش عليه بالعصى كان قصتي بس أسويبه في السيارة كنا في جدة في قضية تشاكل إليه الشبان في المرحلة الثانوية يقول بس والله كان قصتي بس خوف عشان سبأ أخوه يقول قالت السيارة وطار الولد وجلس في العناية المركزة أكثر مشاري يقول والله ما كان قصتي إلا بس خوف يمزح بالسيارة ما يمزح يقول أبغى خوفه عشان ما في إدارة الغضب يا أخوان يجب يعني وصاية النبي عليه الصلاة والسلام ليش النبي عليه الصلاة والسلام لها وكان من يعني أبو ذر رضي الله عنه من الناس الذين يشتهر في عادة الصحابة الغضب قال لا تغضب وذكروا أنه عاش وحيدا وموت وحيدا إذا استطاع كل فرد مننا درب نفسه درب أولاده حتى أكرمكم الله لو مشينا في الشارع لفيت على شخص وبسق عليه لا ترد سو كذا على رأسك جزاك الله خير تعود والله لا نتأثر فيك هذه البسقة لكن لو نزلت وهو بسق عليك وأنت بسقت عليه واخذت عصاو أخذ عصاو الله لا يجعل المواقف لا يمر علينا هو طبعا موضوع تدريبي في علاج وهدارة السلوك حتى في الأمور الأسرية ذكرت أغلب المشاكل الأسرية يتقع أن ما في إدارة الغضب صحيح الزوج تجده يغضب سرعة والمرأة تغضب سريعا ونجد زوجة ضربت زوجها قالت والله أنا زعلت وطلقها عشان كذا والأولاد في بعض الآباء حتى يضرب ابنه حتى يدخلوا المستشفى ويفقدوا أحد حواسه في هذه الشيء موجود لكن الحمد لله قليل يعني في مجتمعنا السعودي فضل الله سبحانه وتعالى فقبل أن نصل إلى درجة الإصلاح ونرهق زي ما ذكر الشيخ الدكتور فاد الله يحفظ ترهق الناس والمجتمع إذا كل واحد مننا استطاع أن يدير غضبه والله العظيم إن المشاكل سوف تقل الأساس رجعنا إلى الغضب إلى حديث لا تغضب لا تغضب ولن يضرك كلام الناس لا تتوقع أن الإنسان ترفض عليك لفظة بذية أو زوجتك أو زوجك أو ابنك إلا وصبرت واحتسبت ولا تناقش في تلك اللحظة ترك الأمور تمشي والله أنا جربت أنا لا أتحدث عن نفسي ممكن كنا أيام الشباب وكذا الواحد يعني فيه طيش الشباب لكن بعدين وجد أن هذا الكلام ما يؤثر دعوا يعني دع الجاهل يتحدث وأتركه وإذا كان لك حق تأخذه أما عن طريق الشرطة أو النيابة العامة أو عن طريق شيخ القبائب هذا الأمر كان بسيط استطيع الإنسان احتواله لكن إذا صار الشق على مقال أكبر من رقع وصل للدم وصل للقتل وصل للأعراض وصل للتكسير بعضهم يحرق مكان يفعل كذا ما استطاع ندير غضب لذلك دائما الإنسان يبدأ في تدريب نفسه وإحنا نستقبل استشارات ونعالج سلوكية من دارة الغضب في مثل هذا الأمر نستطيع الإنسان دارة الغضبه بأمر الله سبحة أن تتراشى هذه الأمور أنا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحلمين ولا يجعلنا من يغضبون ترى الحلم يا أخواني بالتحلم ترى ما في رجال تلقى خلقها الله كذا ما يزعل لكن بعض الرجال شرواكم يعتبر نفسه هذه مثل الفارس الأصيلة وهو مثل الفارس الماهر ماسكن الجامعة في يده وكل ما نقدها شد الجامعة لكن بعض الرجال بخليها طيب إيش رأيكم في رجال أن عزمه في الحلقة يحضر معنا وهو ماكل سبدي من يمتابعي الحلقة أنتو هم يجي معنا هم يرقض وش رأيكم فيه هذا هذا أنا قدر نسك الغضب عنه عطوك شرأيك يا فورك أشتع ذكر كلام قبل النوع حسلم بيش منبارك بمبخاتان الأكلبي وبيش مرزوق العاطبي ونعم خدمني بالفعل وأنا خدمه بالكلام أنا حجمكم الكرامتكم بكرة ونعم كلكم شيخكم وشاعركم ودكتوركم والراوي كلكم للغدا ولا للعضب وبو تخيل يتكلم باسم البرنامج نعم نبيه ما حنا مجربي مواجيب عندكم يا قحطان وانتما هل ونعم ما كرم ما عليكم زود ولا غيركم وحنا جايين من مكة المكرمة والله أنا راجعين الليلة إيو الله والله أنا هذكم كلكم ونها كرامتنا تمي بركان العزمة باسمنا وهو يتكلم خلها المرة الجاية وبشر على دع أنا طالب أنا طالبكم يا شيخ كلنا واللهي ما يمزي العزمة الجميع والشيخ الجميع ومرحبا بكم كلهم والله أنا قوافي أبو تخيل ونعم وبيضة لوجهك أبو تخيل وقفتك والله أنا عزيمة مسفوط الكرامات فيها تتيره مسفوط وهذه مسفوط وقفت حصار أنت على الأموران ومرحبا ونعم علما أني قتكلمت الربع في المكتب قدام نجي وقلت تعذر الشيخ دون الضيفان بسفرهم ولا والله نم يستاهلون وانت جمل يا أبو تخيل لكن الكلام بشمك أبو والله أنا كوافي أبو تخيل خوي ونعمل خوة ما نقبل أبشر أبو تخيل نعم إن شاء الله أبشر كأبو راكان حنا نمون عليه وضيف نمون عليه لكن عاد حنا نخص أبو راكان والقرنيل أنهم من خارج الرياض هالخطوة أما من إيفو بن سفران يعتبرون هالدير لكن حنا لهم اليوم وكل يوم نعم يا أبو تخيل لبي لو جاك واحد الشارع العام ها ووقف وقال له ها بنفق عليك وفحط عليك بالسيارة ايه سراحة وش بتسوي والله هذا توفيق من الله إن الله عطاني الثبات والعقل والحلم تحمى ذلي مخطين علي بالسيارة وبالكلام بهذا فتحة باب للخير ما هي فتحة باب شر إن كان الشيطان الله يخسيه ويبعده عننا وعنكم وجميع المسلمين آمين وهذا الإنسان اللي فيه دين يمنح الله و تخيلنا وياك أول تمسجاك موقف شفتك اعتزيتك و تأخو رفعة يلا تلزمناك ها يا أخو رفعة رفعة أقول حتى أنت الثبات الله يوفقنا وياك آمين آمين يا بل سفران نبغى شعر تامر أمر طال أمرك تفضل إحنا نقول طال أمرك بيتين إن سويت هو بعدها القصيدة كفو وأنا جاي في الطريق سويت لبيتين قلت أنا تشرف ليه لقيت المطاليك يا سلام أنا تشرف ليه لقيت المطاليك اللي لهم في الصدر قادروا محبة يا سلام ويعيش من نسك على خير تنسيق واللي يحب الخير كل يحبه يا سلام ويا رب جن من الردي والمطافي يقول ليه مجالسهم من ميمة وسبه يا سلام أما القصيدة فأقول التجارب علمتنا المقادي والسلوب أتقدم للمعالي على قمة كراء في قناة تنعانقة للكواكب والنجوم والمشاهد للبداية يعجبه ما هو يرى والتحية من ضميري تقدم للعموم والتهم من بعد ما هاضني برقنسر الكفون أغليه يلا عسى رأس يهدوهم لاتصل فينا حضرنا على بعد المدى لك لبي يشبه للصقر على الطالة يحور ما يصيد للثمينة على ما حنر الحاديث الصحيحة تقدم للعموم والثقافة والشعر تشبه لسيلنجرة والعلوم الوافية نشتريها ما نسوم في البداية شاهدوها في مدنها والقرى والكلام المختصر موجزة يقضي اللزوم والجبال الراس يا شامخ يظلوا ذرة وبن سفران الشريفي يرتجي رب الرحوم يتقدم للمعالي ولا يرجع وراء والتحية في النهاية وفي وقت القدوم عدم حنة رعود السحايب وامطرة ثم صلوا عنه بعد ما تنشي الغيوم من بعد صب المطر كل بستان أخضر يا سلام يا سلام يا سلام ما نقود ما نقود الدكتور أبو راكان أنا أعلم وكما أعلم كثير من المتابعين أنك قائم على يعني الأكاديمية العربية للشهر العربي أو يمكن غلط في الاسم الرابطة العربي العالمية نعم الثقافة وتلفكر وأعرف أيضا أنك شاعر وناقد ومتدوق للشعر ومواهبك كثيرة يا أبو راكان الله يمد في حياتك سلام كنا في الجزيرة العربية كل من على هذه الجزيرة العربية لا ينطقون ولا يشعرون ولا ينشدون إلا بالفصحة كيف انتقلنا من مرحلة الفصيح إلى مرحلة النبطي والله شوف الذين تحدثوا عن الشعر النبطي يقولون أن كلمة النبطي ما استنبط من الفصحة فهو نبطيا وبعضهم قالوا أن النبطي من لغة الأنباط التي كانت مملكتهم في البتراء في الأردن في الأردن طبعا الأنباط كانت لغتهم غير عربية وهذا غير صحيح لكن من ما استنبط من الفصحة فهو عربيا هذا هو الصحيح وابن خلدون يقول زركة الجزيرة العربية في القرن الثامن هجري نعم فوجدت شعرا ملحونا شعبيا ملحونا معناته على لحن وهذا هو الشعر النبطي لذلك هذا التحول يمكن من 800 سنة تقريبا أو حولها ولكن الشعر الفصيح والشعر الشعبي جيد جيد أحسن وبعدين كلها على تفعيله مثلا الهجيني عندكم هذا بحر الرمل نعم الهجيني في نجل في نجل صحيح ايه لو سجبت على ذا فائلات 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 هذا الهجيني الهجيني ليتني ما جيت مع سو قلم ليحي مع قصوري جعل ما هيب معاموره يا سلام ولا زبن ابن عمير ايه زبن ابن عمير تراهجيني يوم قل عنده فائصل جيت وابديت السرير وانت فاض مثل العقاب من الحساس يا سلام مدي من الأطمت منها خطير عشو تظهر لي كان في رأس عماسي يا سلام فيصل الليل العروبة عش فيها خيرا معدن الفضى ما هو معدن حاسي يا سلام مسندي رجوا يحك كامل جزيرة غيرهم ما في وراه للفلاسي عند فيصل جيت وابديت السرير وانت فاض مثل العقاب من الحساس فاعلات 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 هذا بحرور ومع بما أننا انتقلنا إلى الشعر أنا أعرف أنك شاعر وفي قصيدة لك في تمجيد الإله وقصيدة موعظة بل في الصحة أظن أتمنى أنك تجيبها والله هي قصتها أني في 15 رمضان جاي من المدينة المنورة رايح المكة المكرمة يا سلام تعرف 15 رمضان القمر كامل والأرض قمرها وشوف الجبال وشوف الديار وأنا راجع من المدينة بعد مشيت أظن 150-200 كيلو ويوم طلعت سبحان الله وأنا الحالي وأتأمل فيها الكون تفكرت تفكرت الخالق سبحان الله وقدرته رجعت إلى نفسي السم البصر نفس سبحان الله كل ما أرى من خلقة الله سبحانه وتعالى أنا ما كنت سبحان الله كنت تهندم أو أهندم أهندم بلحن واللحن سبحان الله سويت على قصيدة سبحان الله أي يوم وصلت مكة والاندي سميتها قدرة الله يا سلام في تفكر في الله سبحانه وتعالى وفي قدرته قلت رب العبادة الواحد الوهاب رب له قد دانت الأرباب سبحانه وتعالى هو الغني فكلنا نحتاجه سبحانه وتعالى هو الكريم الواحد الوهاب سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب منه تفضلاً لولاه ما هانت لنا الأسباب يا واحداً يا حالماً يا حاكماً أبداً له دوماً تدل رقاب الأفق بالقدر الإلهي شاهد والبيد شاهدة به والغاب والشمس والغمر المنير كلاهما بمشيئه في فلكه ينساب والكون برهان جميل شاهد إن المدبر واحد وهاب الله جل جلاله رب لنا ويح الذي بجلاله يرتاب وانظر بعينك للبحار وهولها وانظر إلى الأعلى فذاك سحاب وانظر لنفسك وقرأ في طيها كتباً له إن النفوس كتاب الله من ماء يصور ما يشاء وترى الصخور وماءها ينساب يا مدرك الألباب يا رب الوراء يا من له لا تدرك الألباب اجعل لنا أنسابنا إيماننا يوم به لا تنفع الأنساب واجعل لنا الفردوس عندك منزلاً حيث الرضا وكواعب أتراب إنا نؤمل من نداك تفضلاً إن طال في يوم الحساب حساب أنت القفور البر مغفر ذنبنا إن حان لليوم العظيم معاب الكوثر الفياض يصغى عذبه إذ أن سقي المجرمين عذاب يا مرسل المختار نوراً للدجا شمساً وبدراً نوره خلاب طاه الذي طيبته وزرعته بأرومة آباؤها أطياب ونرتب الوحي الكريم جنانه فله الصبحابة كلهم أحباب صلى عليه الله قبل سلامه ما شق للبحر الخضم عباب ما شق للبحر الخضم عباب يوم يوم وصل في مكة وضو بيض الله واجهك ما أعظم من يمجد الرجل الخالق سبحانه وتعالى أحسنت يا بركة بيض الله واجهك أخوي أحمد إيش أكثر أو أغلب المشاكل الأسرية اللي تعرض عليكم هذه الأيام لو تختصرها لنا البارز منها والله يا شيخ مبارك أغلب المشاكل الآن موجودة هو عدم القناعة والرضا بما كتب الله للإنسان في حياته يشتغل مقرهون يبو عبد الله نعم يشتغل مقرهون الدكتور هي هي ليه ما تسمع ما أسمع طيب تبي تقرب يا ريالة الكلام ذا على المشاكل اللي سريعة هو أنت أم تخيل أم تخيل قدها قانعتين ما عاد بقيتنك شي أبي أسترهيد أنا أسترهيد ليه ما أقولك نية أنت وقعت إنكم عادتكم يا سلمة كم من نية خلالي دكتور يروع صوت هل الله صوت قاس إن شاء الله أنا بعد هذا يغير النية بإذن الله لا يا ريالة ما أبدأ بالريح دي كل علم نبشر بلا زوال ما أبدأ بالريح الله يسمو الحمار لا إن شاء الله لا يتحرك بإذن الله طيب عدم القناعة عدم القناعة بما يكون بين الزوجين في الحياة الأسرية إن كانت من ناحية مادية أو من ناحية الزوجة أو من ناحية الزوجة ودائما الآن يعني نقولها صراحة نخلنا نتكلم صراحة بدون على قول مغطأ الآن وسائل التواصل الاجتماعي لها أثر كبير جدا صدق جدا 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 في أنه تخلي الزوج أو الزوجة ينظرون إلى ما هو موجود خرف الكواليس في هذه وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت الزوجة تتمنى هذا العالم الخياري وأغلب حتى المشاهير وأنا جلست مع المشاهير ونعلم ما خلف الكواليس والله العظيم أنهم يعانون كل ما يبث أصلا داخل هذه الحياة البرزخية وأنهم كذا وأنهم سعداء وأنهم مبسوطين وأنهم عندهم مشاكل تصنع نعم كل إنسان يبرز خلف الكاميرا غير عن ما يبث عندهم مشاكل أسرية عندهم مشاكل مادية عندهم هذه الأشياء موجودة الآن لما بعض الزوجات يكلموني يجلس بالساعات وأن تخاطب أنا تعبان أنا ماني مرتاحة أنا كذا نعرف مبشرة أن هذه الضغوطات التي تصنعها نفسها هي تريد أن تعيش هذه الحياة التي تظن أنها لو خرجت عن هذا الزوج أنها سوف تجد حياة أفضل لما يعني طاوع نفسها وهواها والشيطان وتخرج تجد الحياة تماما مختلفة أخذت عيالها مثلا قدمت خلع أو فسخت النكاح أو طلقت أو ما شابه ذلك بدأت أنا تجابها الحياة تقول أصبحت الآن بدأ المكان الزوج يساعدني ونتعاون على هذه الحياة وكذا وما زين لي خلف الشاشات أن المرأة تنطلق حريتها وطالبت بالحرية وإني أصبحت كذا إلا الآن أصبحت مقيدة أكثر مع أبناء أحمل مسؤولية تقول لي أحد الموظفات وكيلة مدرسة تقول والله العظيم أني أخرج من دوامي وأني أود الأولاد المستشفى وأجي الغاز خلص أجيب السباك أجيب الكهرباء يقول كل هذا بما زين لي من رفيقات ورفقاء السوء في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والحرية المزعومة أنك إذا تركت بيتك تركت أطفال زوجك أنك إنت تعيشين بحرية أكثر بالعكس الآن بدأ الحمل ما كان على يعني على قسم على خمسين بالمئة خمسين بالمئة أصبح مئة بالمئة على أحد الزوجين وكذلك الأزواج بعضهم يصول له أن هذه المرأة سيئة أن المرأة كذلك لو خرجت لو فعلت لو تركت بيتك لو إلى خلق لذلك دائما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المسلم من زوجته الخلق أجلبه خلق آخر وكذلك المرأة الحياة ليست حياة دائما وحياة زوجية ليست حياة دائما كلها يعني حياة وردية وحياة يجيها المناغصات حتى إحنا كمصرحين جسماعيين وأسريين عندنا مشاكل عندنا مشاكل ما يحصل في كل بيت طبيعي كل شيء يعني يقولها من هذا المنبر أن أي مشكلة تحدث عندك في البيت مادية مع زوجتك مع أطفالك تراها موجودة في كل بيت أنا يا أستاذ أحمد جاء عندي مشكلة مع أحد الأشخاص فتق عليه واحد ثاني قال لي يا أخوي أنت يقول ناسك مصرح اجتماعي وتسوي مشاكل مع الناس قلت لي باني بشر زي البشر حتى نختلف مع الناس ففعلا أنا أنا أذكر المرة علي قصة وأيضا فعلا أن القناعة هي كنز ولا يفنى أنت أيته الزوجة إذا قسم الله لك هذا الزوج وأنت أيه الزوج إذا قسم الله لك هذا الزوجة هذا ما كتب الله لك ارض بالواقع نعم وبعدين أكثر المشاكل أشوف هنا من الوعود اللي تطلق قبل الزواج والله هنا مرة علي قضيتين سبب المشاكل يوم تملكه وإياها قاعد يتكالمون هم قاعد يرسم لها حياة من ذهب أنا بأسوي وأنا بأحطل وأنا بأسفر وأنا بأقول وأنا تراني مزعل وأنا تراني علي كيف المرأة وأنا تراني عسل وأنا تراني وهي بعد تمدح نفسها تحط ما إذا تزوجوا أنصدوا بالواقع المر الكلام ذا ما حصل من الشي فدخلوا في خلاف أسأل الله أن يجعل أسرنا مطمئنه وبيتنا مطمئنه معنا في هذه القناة متسابقين يتسابقون في برنامج الآن اسمه ماراثون يصفوا منهم ناس للبرنامج الكبير المعروف زد رصيدك وكل يشارك منا مجموعة منهم أربع خمسة يرحبون بكم كضيوف ويقومون بضيافتكم معنا وأيضا يستفيدون من الفوائد اللي تجيبونا في هذه الحلقة ويشاركون بعض المشاركات فأستأذنكم من أن يستقبلهم أو يستقبلونكم تفضلوا ورحبوا يا رجال قم السلام أرحبوا يا رجال السلام عليكم أرحبكم الزلام أرحبكم الأبطال مختارين على مستوى المملكة في فرز والإيجان عرف كل واحد عرف عن نفسه أبنى شويب أبنى البيت أرحب أرحب يا مرحب أفجر بعزك يا مرحب الله يحييكم يا مرحب أرحب يرجعكم مرحب الله حيي يا مرحب أرحب يرجعكم أرحب يرجعكم مرحب يا مرحب يا خاطرين يا مرحب لا يرجعكم أرحب 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 أول بدء عنده بدء يعتبرون الشباب دولا مضيفين معي وانتو ضيفان فنبغى من ابن البيت صوت شجي وشيلة جميلة نعتبرها أهداء لضيوفنا الحاضرين سلامتكم من يسمكم عليه الشاحن كشف عني من دنياي لا تشكي علي فيني يهمو من تكفيني دخيل الثني نرفاق على علاتي جيبك صايا تراني في قاعد تغلار فيني واليني سلامتكم حيظ الله وجه والله يحييكم أصغركم يصب الشاحن للهنتو يا المطاليق ولكن لكم وافين وخادم الرجال سيدها أخوي أبوركان عندي تعرف وأنت دائما تتابعني وتعطي بعض الملاحظات على المحتوى اللي قدمه وأنا والله تشرفه مثلك شراك يا بركات أعطي الشيخ وأعطي الضيوف ومن ضمن المحتوى اللي كذا مقطع قد يعني سويته خاصيت بفئة غالية في مجتمعنا فئة عليهم مسئولية وعليهم حقوق ولهم حقوق وهم مكون أساسي في التكوين الاجتماعي والقبلي ما يستهان به صح وإذا تكلمنا عنهم فهذا لأنهم وصلوا إلى مكانة عالية ودائما الرجل كل ما اعتلى وظهر في مكان مرتفع كان كل من حواليه ينظر إليه فالكلام كله يوجه له سواء النقد أو حتى كلام إيجابي وهذه الفئة هم شيوخ القبع فئة نحترف بها وناس ورثوا المجل وورثوا الشيخة وقدموهم قبائلهم لكي يكونوا صفوتا في المجتمع سؤالي لك يا بركان كشيخ قبيلة أولا وشيخ لك وزنك وكرجل يربط كثيرا من الصداقات مع الشيخ القبائل فأبغاك تجوابني بكل صراحة ما هو المطروب من شيخ القبيلة لكي يكون شيخ شيخ بمعنى الكلمة وما هي الواجبات التي عليه وما هي الواجبات التي يستحق شيخ القبيلة من قبائله أنا أدري أن السؤال صعب لكن أنت كفوا له والله كلمة شيخ أساسا قالت العرب لفظا من كبر سنه وطال عمره ويسمى شيخا حسنت وقالت العرب كلمة شيخ من إمام المسجد ورجل الدين يسمى شيخا نعم وأما شيخ القبيلة فهو من تشيخ أي تسيد وقالت العرب لا يتسيد القبيلة إلا من كانت فيه ثلاثة خصال يا سلام راعى الراس القاسي والتبسي الراسي وبين ربع مواسي يا سلام وقالت العرب أيضا شيخ القبيلة راعى الباب المفتوح والكبش المذبوح والسموح الدموح يا سلام وأنا أقول الشيخ القبيلة لابد أن أول شيء يراعي الله سبحانه وتعالى في كل خطواته وفي كل معاملاته باتجاه ربعه واتجاه قبائله وثانيا يراعي أبعد واحد في القبيلة كأقرب واحد إله نسب والله كلهم سواسية يكون العدل أساس المشيقة القبيلة يكون عادل مع الكبير مع الصغير ثالثا إنه يسعى إلى رقية قبيلته أبناء القبيلة يحتضنهم ينهي مشاكلهم يساعدهم في وصولهم إلى علم وإلى درجات علمية أيضا يوجههم البعد عن الأشياء السيئة وينهجون منهج الإسلام ومنهج العروبة ومنهج القيم والأخلاق يعتبر معلم بين قبيلته وأيضا يساعد ربعه وقبيلته في كثير من الخدمات اللي قراهم لأنهم محتاجين إلى طبعا الدولة رعاه الله شيخ القبيلة همزة وصل ما بين الدولة والقيادة والقبيلة وبين القبيلة حسنت ويجب أن يكون شيخ القبيلة ينقل صورة عن قبيلته أمام الدولة رعاه الله ومام المسؤولين وأن يقدم طلباتهم حنا في من زمن الملك عبدالعزيز الله يرحمه وش كان قبل الملك عبدالعزيز كنا قبائل متطاحنة بينها الدماء بينها القزو يجمحهم يجمحهم القزو وتفرقهم الغنائم وكان مهيمن على الجزيرة أربع أشياء الفقر والخوف والمرض والجهل الملك عبدالعزيز الله يرحمه رفع الأمة من تشتت إلى وحدة ومن جهل إلى علم ومن خوف إلى أمن ومن فقر إلى قنن أو يسرن في المعيشة لذلك الغبائل كانت متطاحنة متآكلة بينهم الثأر بينهم البغضاء بينهم الشحناء الآن خف الحمل على الشيخ الآن نحن في دولة منظمة نحن الآن يوم يقولون الماء اليوم الوطني وأنا أقول اليوم الوطني لما يحتفل بها السعودي الرجل إذا جاله ولد يحتفل بولادة ولده كيف نحن ولادة أمة وطن وأمة وولادة قيادة زمن الملك عبد العزيز الله يرحمه من معاهد الملك عبد العزيز وحنا نعيش في تطور وفي ازدهار فالمملكة العربية السعودية ملوك بعد ملوك بعد ملوك خدموا وطنهم وأوطانهم الله يعزهم الله يعزهم ويوفقهم وحنا نرى الجمهوريات المزعومة والدساتير المرقعة والشعارات الكاذبة عبر التلفزة في كل مكان والقوانين الوضعية يجيبون لهم رجل من السجن يحكم لأمة ونجيبون لهم رجل من الشارع يحكم لأمة صحيح؟ صحيح وهم محنف المملكة العربية السعودية ملوكنا ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك استطاعوا أن يتعاملوا مع شعبهم بأخلاق اسلامية عربية هذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه يوم جاء تكرونة ظهر على الشاشات العالمية قال نحن نحافظ على شعبنا أكثر مما يحافظ الأبو على ابنائه يا سلام هذا ما عظيمه الله يعزه والله ما قالها رئيس دولة ولا ملك دولة في العالم كله حسنت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ضرب مثلا عظيما في شعبه ضرب مثلا انهم كجبل طويق يا سلام في شموخه وأنفته وفي أنفته في سموه في ثبوته في قوته هذه الدولة التي تفتخر بشعبه هو الشعب اللي يفتخر بحكامه صدقت الله صدقت الله صدقت الله صدقت الله لذلك أنا أقول المثقف له دور في توحيد والشيخ الفدور والشيخ أيضا له دور في في توحيد القبيلة القبيلة كلهم وذي يا جماعة حنا في كلنا في قبيلة واحدة اسمها قبيلة وطن كلنا إذا ما اعتزينا بقيادة رشيدة واعتزينا بكل القفائل بدون تفرق بدون فرقة بدون شحناء بدون بغضاء بدون عنصرية العنصرية وش أنه العنصرية من تعنصر تعنصر يعني احتقر وقالت العرب أن كون قبيلة تحتقر قبيلة هذه مرفوضا في الإسلام ومرفوضا في العروبة نعم وأم كون ابن القبيلة يذكر مقان هاقب قبيلته وأشيامها وأخلاقها وشجاعتها وكرمها هذا مسموح في الدين ومسموح في العروبة أنا إذا وجدت أي واحد من أي قبيلة من قبيلة المملكة يعتز بقبيلته في قيمها في شجاعتها في كرمها والله إن كلنا نعتز به ونحترمه ونحترمه لأننا كلنا في هذا الوطن قبيلة واحدة كلنا نعتز بانتماءنا وولاءنا ونعتز بقيادتنا ونعتز بشعبنا وأرضنا هذه رجال الأمن عندنا اللي يدافعون عن المملكة العربية السعودية وعن العرض وعن الأرض وعن كل شبر في المملكة العربية السعودية هؤلاء رجال الأمن الموجودين على حدود المملكة العربية السعودية كلهم من قبائل ولكنهم في خندق واحد يدافعون عن هذه الأرض الأرض العظيمة أرض المملكة العربية السعودية وعن القيادة الرشيدة وعن الشعب يا جماعة حنا اليوم لنا كم سنة في حرب الجنوب الآن ما نشعر به الحفلات تقوم والناس يقول والله لو الحرب هذه عند أي دولة أخرى يمدي حظر التجول ويمدي أيضا غلاء الأسعار ويمدي الحمد لله الحمد لله هذه دولتنا عسى الله يعزها آمين ويوفقهم ويوفقهم جيادتنا الرشيدة آمين كأن كلنا في سفينة وحدة آمين جيادة وشعب آمين لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين آمين وولي عهده آمين وأن يحفظ الشعب مجتمعنا ولي العهد حفظه الله الآن يا جماعة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رسم سياستنا السعودية الحديثة صح ولها صح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رفع هيبة السعودية مام دول العالم صح في حضور قمة العشرين والصين واليابان وفي كل مكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حول المملكة العربية السعودية إلى دولة اقتصادية شربها اللهب البنان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز احتضنا الشباب ووجههم للإبداع والعمل صح ولا لا لذلك هذه قيادتنا الرشيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وأن يوفق ولي العهد وأن يوفق هذه الحكومة الرشيدة العادلة لما فيه خير وما فيه صلاح للمملكة العربية السعودية وأن يوفق ابناء المملكة العربية السعودية أن يبعدون الفرقة والشحناء والبغضاء وكلنا في مكان واحد كلنا قبيلة وطن جميعا نعتز بانتماءنا ولا أنا ونعتز ببعضنا نرجع لسؤالي دقيقة ألو سبحانه نبغى نكمل بس الجزئية هذه لأنه راحنا وراحنا فيه كلام طيب الوطن وولاة الأمر كلام طيب نرجع لشيخ القبيلة ما رأيك في الشيخ الذي لا يقدم من هذا الكلام شيئا لقبائله لا يقدم شيئا ثم يتشبث بهذا المنصب هل هذا موقف إيجابي أو سلبي؟ لا سلبي يعني أني ما يخدم قبيلة ويعتبر بس أنه شيخ القبيلة في بيته وأنه يوقع على وراقه أموره هذه نظرها بسيطة أجمله يتركه لغيره لمن هو كفوله لكن شيخ القبيلة هو همزة الوصل هو الذي يحتضن قبيلته هو اللي يوجه شبابها هو الذي يأخذ على يده طلباته ويقدمها للمسؤولين ويتابحها ويهتم بقبيلته الأرملة يهتم بها المريض يهتم به يا سلام نعم اليتيم يهتم به أيضا المعسر يهتم به يهتم بكل قبيلته يعني الشيخ مؤتمن من هو قد الأمانة فليستمر ومن لا يستطيع أن يؤدي الأمانة فليتنازل لمن يراه كفه من أبناء أو من أخوانه أو من جماعته طيب عشان نقفل هذا المحور آخر سؤال اعتبرني الآن أنا كنت مع القبيلة وأتكلم عن الشيخ الآن أتكلم عن الشيخ طيب الشيخ القبائل ما لم حقوق ونعم الدولة لا أتكلم مع المجتمع خلي الدولة قامتهم بحقوق الشيخ والقبيلة لا القبيلة هل هي عليها حقوق الشيخة أي هي ما هي الاحترام أيوة أي وأيضا طاعته في طاعته في مرضات الله سبحانه وتعالى ثم في تحقيق أهداف الدولة رعاها الله حسن الدولة لها أهداف بين القبائل إنهم يوجهون الشباب للاعتدال يبعدونهم عن العبث في وطنهم يوجهونهم إلى أشياء فيها صلاح للمجتمع وتصب في مصلحة الوطن أحسن أحسن أسأل الله أن يوفقهم شيوخ وقبائل وحنا والله نقدر شيوخ قبائل المملكة وكلهم والله هم أكفاء ونعم الرجال لكن ما في حد كامل لا بدنا الأخطاء موجودة وحنا عندما نتناقش عن هذه المواقف نرغب ونطمح إلى الأفضل والأفضل لها أنت يا بركات أخوة يا ابن سفران أشان طلبك الجمهور يطربون منك شعر وانت شاعر وقصيدك جميل وحضورك جميل الحقيقة أن قدوتنا الدكتور الله يطول عمر ونعم بكوبه والكلمة حول الوطن إنه نستفيد منه صراحة وهو قدوة لنا أحسن فأنا أقول بيتين حول كلامه أسلم أقول أبشر بشر يا وطن وحنا في دي ثراك محتمينك من جميع العداء وشرارها أحسنت أبشر أبشر يا وطن وحنا في دي ثراك محتمينك من جميع العداء وشرارها يا وطن يسعد صباحك ويسعدني مساك والفتن تقبل وتكفي ونطفي نارها أنت شامخ يا وطن ما حلان اسمتها واك تحطل ملوكنا الغلاء مقدارها حن جنودك يا وطن في نهار الاشتباك من من ينحدودنا من جميع قطارها أنت تامر يا وطن جاهزين في إحماك في حكم سلمان ننعم بكل خيارها رأيت التوحيد فوق السحب على أسماك رفر فيها رأيت العز فوق أحرارها دام عزك يا وطن والقصايد في رضاك من ضمير الشاعر اللي يدير أفكارها الجو الليلة طيب والجو ممتاز وجو طلعات وجو عندي كلمتين في البر تدخل قصيدة ثانية تفضل أقول الجو طيب والمعاني جزيلات الجو طيب والمعاني جزيلات وأنا على بدع الجزيلات ضاري يا سلام يا هارسي هات البيوت الجديدات عجل عليها تابق صاري وجدي على خوة رجال المهمات هم الرصيد في وسط بنك تجاري شاروامي يسمع أهل الكرم والدين وأهل المروات مسارهم ما يختلف عن مساري أعطي على شوف النشام بشارات وقفاتهم بالعز فيها نماري من شانهم بقطع طويل المسافات مهم مني شمس الضحاء والمساري خوة وفاء ما بين روحة وجيات فقل جيوب اللي تشق الصعاري سجه مع الأجواد تسوى العمارات سجه مع الأجواد تسوى العمارات تسوى العمارات تما على الفكسار ظل السفاري وهبط معاهم في جميع المطارات والعلم لعلى غاية باقتداري صغة البيوت اللي من الفكر بالذات شاعر وصدر من بيوتي قراري هذا اختياري كان يوجد خيارات وإن كان بالتصويت هذا اختياري كل مولا هذا اختيار كل مولا هذا اختياري كل مولا والله يبيض وجيك صاح الزان العرقاني شنونك نبغى صوت ولا مشاركة يقول كل ما شفتك توسى زاد غلي ما أنا يمنافق ولا أحب المنافق تطلب اللي يمكن يوافق ويمكن ما يوافق سلام السلام ناشا غريب على وجهك ايه طيب اموره زينة انت قل خالد ولا خوية اللي عنده مشاركة خالد انت خالد نبغى نوري الأضيوب ان مشاركينا جروبهم نعم يلا عطونا الصوت ولا عطونا ايه ما حقيت ان اليالي تفرق الاجتماع الله هاي لني حدتني ظروف الليالي القسي وانتي عند المفارق ولحظة الوداع وانتي يهتز منها الجبال الرسي يا شيخ ابو ركان صح الله صوتك عندنا رجال في الحلقة قد حصل بيننا وبينهم وقف معين وحكمنا عليه بذبيحتي يذبحها يعشي بها القناة وكل ما جانا هنا ضيف حكمناه وقبل يومين جانا الشيخ عايض القرني ابو عبد الله والله يسامح ابو عبد الله والله أنا نحبه وانا امتقنك تحبه وشهد له وقال لا ما عليه شيء ومن يوم راح الشيخ عايضه وكل يوم يقول الله يجزى عايض خير الله يجزى الحين يا شيخ فهد انت مقدم عرب وشيخ قبيلة اش رايك في الرجل هذا ما هو بالواجب عليه ان يقوم ويفعل هذا الذبيل الرجل رفيقكم وخويكم وجنيسكم والن رفيقنا حق والعفو انت دوب نحن نتكلم عن العفو لا لا اسمحك اسمحك لا 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 يا شيخ يا شيخ يا والدك وجاءنا نحن تكلم الرجل هذا مياه من عرب توجانا ويقول البحري لا جاني في بيتي ولا علي حادث ولا اجر عملي وانا اضرو في كعب وابياخذها بالعرف اي وانا تخلعون اي 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 لا يبونجونك كلهم لا لا يشوفني اي 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 هذا صلحة الخزارة اي اي الله يتوى الحب لكم يا يبونجونك الضيوف اي لا هم مدعين ولا مدعين اي الحمد لله حكمك بطي عليك النبي هم اجروني لها في رمضان اي في النهار في رمضان احشان اصايمين شوف شوف لا في رمضان حنجدوا صايمين عطاكم بطانيات ونجدوا عقبرة وطر عطاكم شورو بسو تاطلي وتاطلي الله يتوى الحبار ازمح ما احترامي للشيخ هاي شيخ دين وعلوم غانا لالحين هذا الرجال نعتبره حنا من امة المصلحية والشيخ قبيلة وحكم انك تقوم بالذبيحة مع هذا يا كلام عمد حكم يا جي ابوي ميت ومك اقول اذا جاوك ضيوف اذا جاوك ضيوف وهم يبقون يجونك ضيوف ان شاء الله ما ندرهم محل ان شاء الله هالجود من المدينة هالجود من المدينة بيض الله واجوتي بيض الله واجوتي شهادة عايفر قبها بعد بيض الله واجيكم وياسما المشكلة اني نشني كل يوم ابو عبدالله و الموقع نزول لكم بطريه الله يزول حمارة الجميع ولجل المجح مرحبه ومشه بتازر ابو تخيل ما عرف تأكيد اللي بيه طيب يا ابو تخيل عشان نغير جوك عطر السالفة الرابع ضالة والله ما عاد يقوم من شوارة ولا مجرسة مداولة ولا الدكتور ولا ونعم بهم كلهم عطر السالفة ولا قصيدة اللي وديك يمكن اذا عجبت الشيخ فهد يميل معك يمكن يلا يلا واجي وقب بالفضل عن اذنك يا شيخ انت تتسامع انا رجانك سير وواجي وقب لا بس خلك هنا ايمين عن الكاميرا تعال ايب المكانك وقب هناك اهنا اهنا يلا ايوا بس هذا انا ماني بشاعر لكن في قصيدة الرجال يوسي ولدها من اول في العلوم الطيبة ولدها اسمه مرداع يقول مرداع با وسيك مني وسيها طيب واحفظ وساتي لا تكون غرور ضيف الخلال جاك عشه عشه ولو العوال ضمور بها شاشة ثم بشاشة ثم قفها الميسور وقصيرة خلال خطوة واحد هدور لقبل الهم ترطموه بوجه قنور وحاثور من شبشا بحجة اولها كذب واخرها يذرعوه وهي الطول من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ما تستاهل حتى نعذي في هذه نص نفر مندي خلعات ذبيحة ليه؟ كلام الشيخ اجرس عندي واحد ذلك لا معصص ذبيحة فيك بيك هي واحد ذلك بيك هوا يلا تفضل نرجعي بي احدا ايوه خلقها يقول يما حرى شبانها عقب الانعاس شبانها وهرش قملتهيني ولا يقلط عندها كل البعبات يحط في وادة عندها لا تشيني بريت ان تشكي على كل الحماس والنحر قلت تشكي على الطيبين ياسو شرواكم واستلام عليكم وهذا ما يجدني الوقت الحال شكرا ما عجبتنا بالحقيقة عجل السادق وبرجع استوى الحمار الله يوفك يا مر وإياكم ايش ابو عبد الرحمن نبغى قصة وقصيدة قصة وقصيدة اولا كنت بقى على كلام اخوي القرني المستشار هو اللي اش قلت عنه نعم فكان عن كلام طبعا فكاحة يعني في الغضب وبالغضب مهم قالوا الحين في الحديث الرسول السلام ان لا كان واقف قالوا يجلس نعم ولا صار جالس قالوا انسدح نعم هذي المخول صح يقول واحد احنا طبقنا اثنين تشادوا في المجلس ايه بانهم خلافهم ومكلهم جماعة وربوعهم بالعظم وشيء بس انه يقول يسولف عليه يقول واحد جربناها ايه يقول واحد جربناها يقول تشادوا اثنين بالغضب كل الواحد اطلعته وداجه من شدة الغضب بينهم تواقفهم يقول اننا يسكنان وحنا موجودين يقول ان يسكنان وقلنا السنة 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 محمد اجلس السنة اجلس اشه اهم واقفين قالوا &هم يَ capac lucunt قالوا مات من الضحك قالوا انسدوا 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 قالوا يمدون هذا يمدون هذا قالوا شوي قالوا يوم كل منهم مات من الضحك من السدحين يضحكون على الموقف ايشلون استداربهم ويقولين ضغوطة ربعهم وطبق السنة وطبق السنة وانسدح قال سبحان الله العظيم ومنها كاللحظة أزعل اللي كان غير ملامح الرجال انقلبي لأنه شاف رفيجل ومن سدح ويدوروا مرضات الله هم طبقين السنة يقول لهم تضحكون الله لا يعد الشيطان من ناحية القصيدة أنا سمعت الحين القصيدة من القصيد عاد الحكمة حقيقة أنا من الشباب والقصيدة مشهورة لكن أشياء زين تكره وتقولها ما حدي ملة وإذ ملة سليمان بن شريم كلنا يعرفها وكلنا مر فيها كذا بيت فهو ينصح ولده وهذا زمان بن شريم ميت لها كثير مية سنة وإيقرابة مية سنة ومتها يذكرها لولده وأن الشاعر العاقل إذا نصح ولده والشاعر بمعنى الكلمة الي أن نصح ولده أنا أقول كل واحد يحتفظ بيها إلا أنها من تجربة وخلاصye تمارت ما عنده وعطها من عطها بلدة كبده أحسن عطها ولده فأنتي يحتفظ بيها أبدا تراها سلح تخدمك وتنفعك لأن هذه التجربة كلها خلاصة عمر فهو يقول عزيز يقول يا من العين في محجيرها شوك شوك والقلب على لذة النوم دكاك لدك في قلبي من الهم داكوك جاوبت طربات الحمايم على الراك عزيز حالك أعزيز ونبوك إنسان الزمان اللي وطاني توطاك عزيز حالك أعزيز ونبوك إنسان الزمان اللي وطاني توطاك أفهم صاتي أعزيز ونبوك دامك صغير وغاية العلم يرقاك ترى ما ينفعك خالك ولا أخوك لا صار ما تقضي لزومك بمناك ربعك اليابان الخلل فيك أفوك أقرب تزري بلك من الناس يشناك انكثر مالك صدقولك وحبوك وانقلم بيدك شانت حلياك لو تطلب المعندهم تسام مسقوك أبعد مزارك عن وطنهم أبعد مزارك عن وطنهم ومرباك وأزل حالك عزيز ونبوك انسان الزمن اللي وطاني توطاك فيها مصاتي عزيز ونبوك دامك صغير وغاية العلم يرقاك ترى ما ينفعك خالك ولا أخوك لا صار ما تقضي لزومك بمناك ربعك اليابان خلال فيك عفوك أقرب تزري بلك من الناس يشناك انكثر مالك صدقولك وحبوك وانقلم بيدك شانت حلياك لو تطلب المعندهم تسام مسقوك أبعد مزارك عن وطنهم ومرباك وهل راجت المجلس الياجيت ووروك مناصر انتطر بنظيرك بدنياك ولقضوا منك اللوازم وخلوك تفرق وانتحت من كل ما جاك تسنكس راجل البيت لنور شبوك ولقضا لازم حد الربع طفاك ولقضا منها الطعم مزغوذاك ولقضا منها الطعم وشكوك احذر منها اياك تصحبها بمسراك ولقضا الوطن واستخفوك اقل غريسك منه وهدم ركياك تراك لو ترجع على الرجل صعولوك أحسن من اللي تلتجيبه وياطاك وعطهم حقوقهم اللي منهم جوك واغلق ضعميرك لا تعلموا بطرياك انطبت محبوك ونعبت زلوك تقضي حياتك ناقل انداك برداك ولانا فوك من الوظيفة وعافوك خفت موازينك وكل انتهقواك اصحى الخلان الرخلة وتغلوك اقرب ترى طيابهم لحتاجت يجفاك تنك خوي مقاب دهوك واغوك وحقك عطاك رشاك وقفا وخلاك وحذر من العيلة ترى الحق مدروك مثلاي عمل يدرت ما منه فكاك وانسان عدوانك على الضد حدوك اخصم طلبتهم وبعجفاك وجداك وانسان هو مشرف الحق ما شوك ناظر مطلع الفرج قبل ما بداك وانطبع مشيطة لنفس وهانوك فاصبر على البلوى ودفر زياك وزرهم تراك انتو وانيت زرك ما بديت لصاحب السوبة داك ما داهم اطاوأولك وعرهوك اضرب على السايدة لي عمسة ارياك ولو اذهبوك من المصاوب وضدوك ما يذبحونك قبل تدني من اياك وحلم على الجاهل ترى الحلم مبروك وقم للضعيف اللي من الضيم ينخاك وادم خطى جيران بيتك ولو او ذوك ترى القصير وحرمة الجار بحماك وعطم راتب حقهم لو تنسوك في كل ما يسرح دينك ودنياك وعرف ترى ما لك من الضيف مشروك لو لا يطلب حاجته منك ما جاك وقم للرجال انعنولك وضافوك اغلى كرمتهم احجاجك وبشراك ولا تبات بهم دنياك مضروك ما طابلك ما دعملك وفتهم ذاك ولو ريدون خفايك الناس ما خفوك الرجل مثل النجم في كل الاف لك وصلاة ربي عند الوراق والشوك وما نعط براق انو مهل سفاك على الذي ما فيه ريب ولا شكوك محمد ما دك بالقلب دكعك فيض الله وجه ما شاء الله تبارك الله يا بابد رحمة هنيئلك هذا الحفظ والله ما ادرح والله هنيئلك يا اخي ما شاء الله تبارك الله ابن البيت تهيض وانت جيبت القصيدة يقول عنده مشاركة كافوا عاد صوته مع شاء الله تبارك الله تبعونا مشحوب ايش تبغى يا شيخ فهد انتو الرجل ايش تبغى يا شيخ فهد انتو الرجل يقوله مشحوب مرحباً بني أهلي اليوم ريته بدو أحشب النهو لي فيل نزاف الربو وفرقاتنا اللي يا الله المستعون عقب ما حني قول أغراقنا مستحيل أخوي أحمد لو قلت أبغاك توجه رسالة مختصرة للأسرة زوج وزوجة ماذا تقول له والله السيد مبارك هي رسائل كثيرة ولكن أول شيء يجب على الزوجين خافة الله عز وجل في بعضهما ويجب على الزوج خاصة دائما نثقل عن الرجال أن يخاف الله عز وجل في هذه المرأة التي تركت والديها وبيت أهلها وربما الوالد دائما الأب عندما يزوج الرجل هذه المرأة أو البنت فهو يقتطف قطعة من فؤاد ويعطيها هذا الرجل قد يكون رباها عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة ثلاثين سنة درسها علمها حافظ عليها أرشدها أطعمها كساها قد لا تكون راحة أو ذهبت تزوجة بيت والدها تبحث عن أكل أو مشرب إنما أعطاها هذا الرجل ليحفظها ويصونها فلذلك دائما نقول بالذات للأزواج يجب ثم يجب ثم يجب أن ما ترضاه على هذه المرأة الشيء التي تقدمها هذه المرأة أو هذه الزوجة ما ترضاه لبنتك أو لأختك وأن تتق الله عز وجل في معاملتها وأيضا وصية أخرى للنساء أن تعامل هذا الرجل وتكون معاونة له في الخير وتصبر عليه ويصبر عليها ويتعاونون في هذه الحياة دائما في الحياة الزوجية إذا كان الموضوع موضوع شراكة تشارك وكان عند الزوج قناعة وعند الزوج قناعة أنهم متشاركين بهذا في عشة الزوجية نجح حتى الحياة الزوجية لكن إذا كانت المرأة تريد استغلال الرجل فقط ماديا وعاطفيا وغير ذلك وترمي الحمل كامل على الزوج فأكيد أنه سوف يكون بيت مهدوق وإذا كان الرجل أيضا كذلك بعض الرجال يرمي الحمل كامل في تربية الأولاد بل بعضهم حتى يستغل الموظفة في موضوع النفقة والإنفاق وغير ذلك يعني كثير الموظفات يتصلون علينا ويشتكون تقول بمجرد مجلة وظيفة الرجل هذا ما يحط يده ما يساعدني إلى آخر ذلك إذن الحياة الزوجية حياة تشاركية تكافلية شراكة تكاملية تكاملية إذا ما المرأة شارت خمسين بالمئة من الأعباء والرجل كذلك فشلت الحياة الزوجية يجب الصبر في السراء وفي الظراء أيضا موضوع إخراج الأسرار الأسرية أو الاستشارات بعض النساء والله يستصلون بكثير من النساء في موضوع حتى التعد والزوج يتزوج فسأل السؤال لماذا لا أستشارت أختك أو أمك تقولون بصراحة لا نثق في معشر النساء إن أغلبهم بعضهم يخبب بعض فنثق في المستشارين الأسرين أو الرجل لأنه أكثر حكمة في هذه الأمور لذلك دائما والزوجة أو الزوجة يبحث عن العاقل في موضوع المشكلة أو المسكلة الزوجية يبحث عن طرف يكون بعيد عنك يعني حتى العطفي قد أكون أنا عقل الناس أنا شخصيا لكن ممكن بنتي تجيني وأتعامل معها أعطيها رأي بعاطفة بدون عقل لذلك دائما المستشارين الأسري أو غيرهم بعيد دائما يعطي النصيحة الصادقة للزوجة والزوجة وإمة المساجد بالخير وأيضا القضاء وغير ذلك الناس مشهود لهم بالصلاح أما نجد بعض الناس المساجدين قال طلقها والله لو زوجتي لا فعلت بها كذا والله لو زوجي كان فعلت كذا هذا ناس جهال ولا عندهم عقل ولا عندهم دين لا عندهم تعلم فلذلك أيضا مشاهل يوصيبها الرجوع المستشارين الأسريين الآن بعض الجمعيات تقدم استشارات مجانية مثل جمعية الزواج في جدة في مركز كامل وغيرها كثير من الجمعيات أيضا جمعية مودة وغيرها من الجمعيات تقدم استشارات مجانية وأنا أتوقع أي إمام مسجد أو صاحب علم يذهب له الشخص أو المرأة تتصل عليه تطلب النصيحة والاسترشاد لأعطاها النصيحة الصادقة حتى في موضوع الطلق يجب الرجل لا يستعجل موضوع الطلق كثير من الحالات تأتيني ويقول أصبر لا تستعجل خذ رأي إمام مسجد اذهب القاضي اذهب المصلحة اجتماعي إذا والله أجمع جميع الأطراف أن هذا الأمر يعني يستوجب الطلق أما تجي من رأسك كده تتخذ المشروع ما ينفع فيها أسئلة كثيرة جاتني أستاذ أحمد فضل حيث وأنا والله أني إن بعضها أو أغلبها أني أيدها على الصعيد الشخصي وهي ألا ترى أن كثيرا من المستشارين الأسريين أو بعض الأستشارين الأسريين أو بعض المحاميين أو بعض المتصدرين في السوشيال ميديا أثروا على تكاتف الأسر وأصبحوا عامل هدم في الأسرة كيف؟ في أنه كل البث حقه رغبة في المتابعين والمشاهدين والشهرة كله يتصيد الأخطاء ويقول سوي كذا وخاصة في ناس كثير راسلوني يقول أكبر قضايا التخبيب للنساء هي من هذا المتحدثين المستشارين أليس مؤتمنين؟ المتصدرين أليس مؤتمنين؟ وبعدين أنا أتكلم بالنيابة عن الرجال من أول كلبونا دولتنا ومجتمعنا مع المرأة وكلامنا كلبوها المرأة لأنها الحلقة الأضعف لكن الآن مع هذا الوعي أنا أتوقع ما أعد حد فيه ضعيف الآن في هذه الدولة الله يعز الملك سلم ولمير محمد ما في حد ضعيف لا رجل ولا مرأة كل يأخذ حقه ما زال الصوت الأكبر والأضخم هو الصوت القائم مع المرأة وهذا الرجل الصوت اللي يدعمه قليل فأنا أبغاك يعني تنتصر لهذا الرجل وتأطينا الرأي قصة دعمت والله بالنسبة تيدوني يا رجال؟ بالنسبة للرجل فهو زي الجمل لازم يحمل سلام أنا أقول الرجل دائما يتحمل جواب ذكي يا شيك نعم الرجل لازم يحمل ويتحمل ويصبر إذا ما صبر الرجل يعني نحمل المرأة هي الصبر يجب على الرجل أنه يحمل أما بالنسبة المحامين والله مدري أخافش تكوني أنا أقول بعض الأغلبية في جميع فئات مجتمعنا ونعم لكن هناك بعض أطلقها من عندي الليلة نعم أبتعد يا نساء ورجال على المحامين والله الذي لا إله إلا هو إن هدفه ما نجرح بعض بعض يا شيخ بعض أغلبهم هو ما فتح مكتب محاما سواء المحامي أو مستشاء نعم قصدك اللي في البذوث أنا أتكلم نعم محامين المحامين أتكلم محامين هو ما فك مكتب محاما إلا يسترزك هو حق يعني يعني أنا فتحت أنت بقالة أو مغسلة أو مشروع تجاري ما فتحته عشان تصدق عن الناس عشان تسترزي لذلك المحامي لا يأخذ منه نصيحة ولا يسترشاء المحامي أو المحامي بيأتيك لعم تطلقي لك حقوق كذا وكذا وكذا ويأخذ المبلغ والله أني يعرف واحدة تقول دفعت خمسين ألف ريال وفي الأخير ما خرجت منه لخفيح مني خسرها الأسرة خسر لأسرتي ولا حتى تكسبنا ولا قضية ولا أي شيء من الكلام اللي قالوا أي محامي أو أي محامي يريد أن يسترزقه صراحة نصيحة لذلك موقوع الاستشارات القانونية التي تقدم في السوشال ميديا بما يخص الأحمال الشخصية أو محكمة أحمال الشخصية لا يأخذ من المحامي لأن هدفه ماد بحث والله كيفينا شر العموم ترى بس عشان عشان أن ننصف ترى حنا نقول قصة كنتي استاذ أحمد البعض لأن هناك بعض المحامين أنا عرفهم شخصيا والله أنهم مصلحين معنا وأنهم محتسبين أنا عرف المحامين أتى إليه قضايا ودفع المبالغ المالية وشاف أن المبالغ المالية هذه لو أخذها بيضلب نفسه وعنده مبادئ أغلى من المال فتركها وأصلح والله فحنا نقول بعض المستشاري وعض المحامي ننصح لأن المحامي ليس طعنا فيه لا بس ما ودنا نعمل نقول بعض أنا أصر على كلمة بعض حتى في الدراسات يقول لا كلمة القطعية ما تصرح يعني واحد يقول فيما فهو أصر المحامي يصر ما فك المكتب لا يسترزك هو ما فك المكتب هذا عشان سواد عيوني بس ما يمنع شيخ أن يسترزك ويستفيق مع الحفاظ على مبادئ ودين ومجتمعه هذا هو لكثير يا شيخ مبارك هو لو جاله حالة أسرية بيقدم هو بيروح يترافع في المحكمة ويرفع خضية ويأخذ مبلغ أنا سؤالي كان عليكم أنتم يا المستشاري الأسري وشوفك تأخذ تضربها تضربها المحامي أنا أقول أنتم يا المستشاري الأسري أنتم أيضا والله عندكم مثل ما عند المحامي البعض بيكم والبعض بيهم أحنا عملنا لا تأخذني بميدان خليك بميدان أحنا عملنا الوجه الله سبحانه والله بعض الحالات ستبر معها شهر وشهرين وثلاثة شهور وأربع شهور سواء النساء وإني ما أطلب منهم لا مقابل مالي ولا غير وإني أتصالات بعض أحيان والله لازم حتى تشغلني عن بيتي من النساء والحمد لله كثير حالات يعني اشتغلنا معها بالشهر بالشهرين الثلاثة أسرية والآن من أبدع وأفضل ما يكون فضل الله أنا ما أتكلم يا سعيد الشخصي أنا أعرفك أستاذ أحمد وحنا دعناك لأن نعرف جهودك المجملة والمشربة ويجينا والله لكن نتكلم عن بعض الحالات ما فيه فئة في المجتمع كاملة النقص موجود والناس خلقوا بالنقص لكن هذه بعض الأسل اللي تردر من الجمهور من حكم علينا أن هو الذهر عدم لكن أتفقنا وإياك أنه سواء مستشار أو محامي أو أي إن كان يجب عليه مثل ما قال الشيخ فهد أو الشيخ قبيلة أو مواطن عايدي أو حتى أي إن كان يجب عليك أن تراعي الله في كل تصرفاتك في كل كلمة تقولها في كل حركة وأن تراعي ضميرك 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 السؤال هل هذا المستشار دائما يقول هل هو مؤهل علميا دينيا هذا هو نقوان بعض المستشارين لما تجي ما عنده أي مؤهل علمي ولا مؤهل أخلاق ملقب نفسه ملقب نفسه وأصبح أصلا ما في شهادة ظني مستشار فيه فيه دبلومات وفيها لكن بمسمى مستشار يقدر أي واحد يطلق عنه وفيها دورات قدمت في الموضوع هذا ساعات طوار لا يأتي أي واحد في السوشال ميديا وغيرها فك الكاميرا وقال أنا مستشار في العنام هذا كلام غير صحيف حتى فيها أخوات لنا والله مستشارات وسريات وتعاملنا معهم والله فيهم العدالة والإنصاف وتجمع بعدين أي استشارة لا يأتي واحدة دق علي في خمس دقائق تبغى نحل المشكلتك ومشكلتك يعني بعض حتى النساء تكلمني يا شيخ أحمد كذا 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 لما يقول لا أنت غلطة قد أنتم هيرجال كلكم كذا طق بالسماعة لابد من تعديل السلوك وأخذ والعطاء بعض الحالات جلس تندي تسعة شهور ونحاول نعد السلوك والحمد لله يعني الأبو بشير الحمد لله في الأخير أنا تراني شخصيا أشكركم ونحن في الإصلاح أيضا لكن هذه بعض السلوكيات الموجودة أصلاً أبو ركان لا يخفى على العموم وعلى كل منصف في هذا الكون وفي هذه الأرض ما تقوم به هذه الدولة المملكة العربية السعودية في نصرة فلسطين وفي نصرة القدس والمنصف والمتابع لهذه الدولة منذ توحيد الملك عبد العزيز ومنذ وقت الملك عبد العزيز إلى وقتنا الحالي المنصف يعرف أن هذه الدولة لم تذخر عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية أي شيء أبداً لكن ماذا يفرق السعودية عن غيرها من دول أن هناك بعض الدول نصرته هي بكتابة اللافتات واللوحات ومظاهرهم في الشوارع أو استخدام المنابل الإعلامية للشعارات الفاضية لكن نحن في السعودية ولاة أمر ومجتمع ما نمشي في الشوارع باللافتات ولاة أمرنا فزعتهم من فلسطين بالقرارات بالتواصل مع الدول العظمى بإقامة المؤتمرات وهناك مؤتمر دعا إليه دعا إليه المملكة العربية السعودية في الوقت القريب نصرة لفلسطين وليأمتنا العربية الإسلامية الدولة السعودية من أكبر الدول في العالم التي دعمت فلسطين وأمة فلسطين بالمال ودائما الدولة السعودية هي صاحبة المبادرات في دعم جميع دول العالم ما في دولة عربية أو إسلامية إلا والسعودية راعية اليد البيضاء مع هذه الدول ونحن ما نقول كلام هذا لأن دولتنا تحتاج الشهادة لكن من أجل التبيين ونعلم أن مهما نبين هناك مغرضين وحاصدين يعرفوا الكلام هذا ولكنهم يتغاضون فودي تكلم عن هذا الجانب يا أبو راكان ثم عندك قصيدة جميلة عن القدس أيضا ودينا أنك تعطينيها تفضل يا أبو راكان شو من زمن الملك عبد العزيز حسنت ودونا رعاه الله يعني وضحها بالنسبة لفلسطين واضح طبعا في أحد الملك فيصل حيننا كنا ندرس عام الفو ثلاثمائة وتسعين هجريا صدر أمر من الملك فيصل لريال فلسطين يدفع من الطالب ويدفع من المدرس ويدفع من الموظف حسنت فالمملكة العربية السعودية والدولة أيضا ساهمت من ذلك الزمن وإلى اليوم وأيضا المؤتمرات وأيضا الشعب شعب المملكة العربية السعودية يعني متضامن مع أخواننا في غزة ككير والمسلم أخو المسلم نعم صحيح والله أنا القصيدة التي تسأل عنها هذه في مهرجان تدمر طبعا أنا شاركت في عدة مهرجانات في الوطن العربي شاركت في سوريا شاركت في تونس شاركت في المغرب شاركت ودائما أنا شارك بالشعر العربي أو الشعر الفصيح حسنت طبعا الشعر الشعبي يفهم في الأردن في أطراف سوريا لكن إذا ابعت في الدول العربية لبعيد يحتاج الفصيح يحتاج الفصيح فأنا معظم مشاركاتي كانت بالفصيح وعن فلسطين شاركت عن فلسطين في مهرجان تدمر وفي مهرجان بصرة شام وفي مهرجان ناذقية وفي مهرجان تونس وفي مهرجان المغرب كلها عن فلسطين ووقفة المملكة العربية السعودية مع أخواننا وشقانا في فلسطين وفي غزة وفي غيرها من مدن فلسطين أنا ليش سألت السؤال ذي براكان قبل أن تجيب القصيدة العقلاء في جميع دول العالم يرون ما تقوم به المملكة العربية السعودية وأنها الحاضن الكبير لهذه الأمة والدعم الكبير لهذه الأمة المملكة العربية السعودية لا يجحد فعالها إلا جاحد ولا يجحد ولا تأمرها إلا جاحد وأنا جاي شفت بعض التغريدات وبعض الهجوم على هذه الدولة توجعنا وحنا يا السعودي ما نمثل الدول إذا هجموا ولاة أمرنا نزعل ولا نرضى إذا هجمت دولتنا نزعل ولا نرضى هذه دولتنا هذا كياننا هؤلاء حكامنا واللي ما يحمى فيهم ما في خير فإحنا نتكلم الآن نعلم اللي ما يعلم أما العقلاء يعرفون ماذا قدمت هذه الدولة وماذا تقدم وهذه الدولة بعد الله سبحانه وتعالى والله أنا صمام أمان للأمة الإسلامية والأمة العربية صح نعم في مهرجان تدمر أين البوادي وأين المجد والألق أين البراءة منها أقبل القسق أين الأصالة إني جئت أسأل عنه أمس لنا فاح منه العز والعبق يا خيل تدمر هل أبقت فوارسها خيلا إلى العز والعلياء تستبق إني أرى فيك تاريخا تجسده حضارة بشموخ الفتح تعتنق أرى امتداد حضارات وأزمنة تروي حكاية من ساد ومن سمق هذا الوجوه وهذا الأرض أعرفها أهلي وأرضي لها الوجدان يندفق الشام نجد ونجد الشام فحشذا هنا الحجاز هنا مصر هنا الألق بغداد عمان غرب العرب مشرقهم هنا الخواطر والأشجان تتفق جئنا وذاكرة التاريخ حاضرة منها الكتائب والفرسان تنبثق والنقع تعتضل للخيل سابحة عروبة من قيود الرق تنعتق وابن الوليد يروي حد صارمه وتاج قيصر ما عادت له عنق يا شام لو أن هذه الأرض ناطقة تحكي لنا أمر من للشام غد عشق كم منكمات على جرد مطحمة وكم سيوف فيها الهامات تنفلق وكم قلاعا وكم جهدا وكم عرقا أيام كنا وكان الجهد والعرق يا شام يا شام والأشواق تسبقنا جئنا وقد كاد سفر المجد يحترق قم اكتبي من جديد حلم أمتنا ورتق الثوب إن الثوب منفتق مد شراع على صاريه منقذة هذا السفينة فقد أودى به القرق قال تفتش عن أهل وعن وطن والقدس تسأل عن أهل لها سبق أرى السواتر والجولان غاضبة منا ولكنها في وعدنا تثق فقضبت الشام طوفان إذا قضبت فما لصهيون إلا الذل والفرق فيالغ العرب الأحرار قادمة والموعد القدس بل فالموعد الفلق والفجر آت وها لاحة بشائره جمراً بأفئدة الثوار يلتصق تأب الكرامة أن ننسى كرامتنا حتى نحرر ما من أرضنا سرق يا بلبل الشام غرد في مضاربنا نحن به زغردات النصر تنطلق فالغيث بعد رذاذ المزن هاطله وأول خلق في تكويننا يبيض وجهكم من يسمع ابن سفران مشاركة طالعمرك عنا نقول يالله ياللي بمرك الدور لفلاك سبحانه يالله ياللي بمرك الدور لفلاك ياللي على خلقك رقيب ورحومي تدلنا على الخير بإحسان وإدراك وإنك تجنبنا لهي بالسمومي من بعدها نصيحة لا تعداك نصيحة تشبه طواف القدومي عليك بالتقوى عسى الله يرعاك ويحفظك رب الكون ممشي الغيومي الإسلام دين وقدوة لكم مسراك وقدوة الساري سوات النجومي وبركانها الخمسة تمسك بيمناك ولا يضع دينك ما تصر العلومي ثبت على الإسلام ساسك ومبداك وابطاعة الرحمن خلك عزومي على طريق الخير يا زين ممشاك وما يخلف الأقوات كن الرقومي يا سلام خلك معا لجواد لا تكسر خطاك شاروامي يسمع شاروامي يسمع خلك معا لجواد لا تكسر خطاك لجواد تعرف للقداو السلومي خوة شرف ما بين دولا وذولاك أهل الشرف والعز ترقى الرجومي واحذر جنيس السوفي دربها شواك شوكوا مسامير سوات السهومي يرميك المغرور وانطحت خلاك خلاك في بير حطبها ردومي والوالدين أرفق بهم لا عد منك حطم بطاعتهم جميع الرقومي يا سلام أرفق بأبوك اللي على الطيب رباك وانجاك مكروه سهر ما ينومي وبطاعتك لأمك تررضيت مولاك واخدت كسمك من خيار القسؤومي والجار له كل ساعة هم مركاك الجار يا لجواد دوم محشومي ادمح له الزلة ولو جاك ما جاك ترد له ثلاث حقوق عند القرومي الإسلام والجيرة وضحكت محياك ونصيحتي لها لنفاب العمومي وترى رفيق العز سيفك مبداك والسيف يحفظ لا الجهد ثلومي هو درعك الضافي على من تحداك رفيق اللي محزنك في اللزومي وانجاك كل بلوة ترى ما تناساك والله يجنبك الرفيق الظلومي والضيف ليجا من بعيد ربي ينصاك فكرم ضيوفك جعل راسك دومي ولا تتبع المكفي إذا الصد ما جاك خلق كما ذي بمبراس الحزومي عسل فسل والنذل واللاش يفداك يلي على العلية دفاعه هجومي ودرب النميم أهلات جي فيه حذراك الحالك أهل الدين في كل يومي اللي حكى فينا حكى فيك وافناك لو ما حصل بينك وبينك خصومي وهذه النصيحة خلها نصب عيناك تعيش سالم ولا واد مسلومي واختامها يا الله عفوك ورضواك يا وحد الله صلاتي وصعومي يا سلام يا سلام الله يبي يضوجهك أبن سفران صح لسانك الحلقة الحلقة نارية بالإبداع وبهذا الإثراء الكبير والله أنا على وشك تنتي من بعضكم قال يا أخي ساعتين شوفوا كيف راحت ما ندري لكن ما ودي تروحون إلا خذيت أغلب ما عندكم خلي كل اللي عندكم يبغى الحلقات أبو راكان أبو تعبك أنا بالطلبات لكن تحملني تحملني يا بركة لق قصيدة أنا أحبها وعشاني برضو من أهل مكة المكرمة وقلتها في حفل أمام خادم الحرمين الشريفين عن مكة ودنا تعطينيها قلتم القرى بجلالها تتلالة يا سلام فتزيد في شم الجبال جلالة لبست حلالة لا يعود شموكها ورنت إلى العليا تتيه جمالة أوليس منها الله أعلن وحيه ليهد أصناما بها وظلالة وبها لأحمد سيرة نبوية سار الزمان بسيرها مختالة الكعبة الغراء في أحضانها رمز يحط عن الورى الأثقالة تتنزل الرحمات في أرجائها فلقد حباها ربها الإفضال تاريخ أجداد لكم وحضارة صال الهدى فيها أغر وجالة واليوم تشرق في سماء سعودها شمس بها عبد العلو تلالة بفوارس شم الأنوف في عالهم أضحى لها سفر الخلود مجالة صرح بنى عبد العزيز أساسه فكر يحقق للعلى الآمالة صغر الجزيرة كيف ينسى ذكره وبه يقيم من الهدى ما مالا فردا تجلى أمة بنهوضها زرع الجزيرة همة ورجالا وتتالت البشرى بأبناء له صنع الذي قد كان قبل محالا فسل الجبال بمكة وشعابها فعلى الجبال ترى الملوك جبالا الله فبخادم الحرمين لا نمنعها وبها المعين من الجلام دسالة ملك أقام العدل في أرجائها فتحققت أقواله أفعال فتحققت أقواله أفعال صح لسانك مش تأهلون المدح ولا تأمرنا الله يعزه ما لا يعز عليهم ويعز مجتمعنا ويأمننا في أوطاننا ويحفظ علينا عقيدتنا وديننا ولا تأمرنا وعلماءنا ومجتمعنا ودولتنا إن الله يحفظه بحفظه فإنه القادر في هذا البرنامج يا أخواني بيت الحكمة حرصنا أن يكون لنا دور في مبادرة إنسانية اجتماعية خيرية لعل الله يقبلها مننا تنفعنا يوم نبقى فنحن قائمين في هذا البرنامج على إنشاء وقف اسمه وقف اليتيم في مكة المكرمة تابع لأحد الجمعيات الرسمية المعترف بها نظاميا جمعية البر الخيرية بالجديدة وأبشركم تم شراء الأرض وتم البدء في تنفيذ المشروع والحمد لله في خلال ثلاثة سابيع قد أتممنا أربعين في المئة من قيمة هذا الوقف باقي ما يقار بالنص فنحن في كل حلقة نشرق ضيوفنا معنا في أجر الدلالة لأن الدال على الخيري كفاعله ندعو المشاهدين والمشاهدات والباذلين الخير في أن نسعى كلنا في المساهمة في هذا الوقف لأن فيه عدة مميزات الأولى هو صدقة وتعلمون أن رسولكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره وتعلمون أيضا أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتعلمون أيضا أن المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة وتعلمون أيضا أن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد فأولها الصدقة ثم ثانيا هو في أطهر وأشرف البقاع في الأرض وهي مكة المكرمة وتعلمون أن الأعمال فيها تضاعف والحسنات والله يضاعف لمن يشاء وأيضا من ميزاته أنه وقف وتعلمون مال الوقف في ديننا من منزلة عالية لأنه خير متعدي ومستمر في حياتك وبعد مماتك مجرد أن تساهم في هذا الوقف سوف تستمر الحسنات بإذن الله حتى يبعث الله الأرض وما عليها وأيضا من ميزاته أن هذا الوقف يهتم فئة غالية ليس لهم بعد الله إلا أنا وأنتم ومن يشاهدني من مشاهدين ومشاهدات وهو اليتيم وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وأكافر اليتيم كهاتين وأشار بين السبابة والوسطى وهذا الوقف يرع اليتام منذ ولادتهم حتى يتوظفون ويتزوجون فهذه أفضال وخيرات عظيمة ندعوكم من المساهمة والساهم 300 ريال لا تعطون أحد ولا تدفعون كاش ولا تسلمون أحد ادخلوا على تطبيق الراجحي في عشر دواني وحولوا على وقف اليتيم بمكة المكرمة وسوف يصل بإذن الله تعالى إلى مستحقين فأنا وضيوفي ندعيكم وندلكم من الخير ونقول ساهموا وفعلوا وعند الله جزيل العطايا ماذا تقول يا بركات ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس نعم ربما صدقة أو حسنة يعني تكفيك شر كبير حسنت نعم وحن كلنا نفتخر بإسلامنا ونفتخر بعروبتنا ونفتخر بدولتنا أرعاها الله ونفتخر بكل جمعياتنا الرسمية في المملكة العربية السعودية وكل العاملين من الكفاءات العلمية والوطنية وأيضا من رجال مخلصين للوطن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في الأعمال الخيرية والأعمال الصلاحية في المملكة العربية السعودية مثل الجمعيات الخيرية التي تعمل لحفظة كتاب الله أو للأيتام أو للأرامل أو لغيره ودين حنية لدينا عظيم اهتم بالأرملة واهتم بالأتيم واهتم بالأب و الام بر الوالدين وهذا أعظم ما يكون عند الله صورة كاملة أيضا في الوقف هناك بطاقات يهداء للوالدين و أهداء للأخوات كل أن يقدر يسرعهم قلبوا لها قيمة في الإسلام و الأم لها قيمة في الإسلام و اليتم لها قيمة في الإسلام لذلك الله سبحانه وتعالى وما أنزل في القرآن الكريم اهتم هذا القرآن وقول الله اهتم بكل شيء نعم بر للوالدين وقضى ربك لا تعبد الله ياهو بالوالدين احسانا واليتيم أيضا وصع عليها القرآن ومثل هذه الأعمال الخيرية هذه تعتبر للإنسان الذي ساهم فيها ويسعى فيها لنفسه رصيد يوم القيامة نسأل الله التوفيق للجميع وبرنامجكم هذا برنامج هادف نشكركم عليه وقناتكم قناة رائدة في مثل هذه المبادرات وأيضا في مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة الوطن وأنت رجل عالم نحن نعرفكم من أكثر من ثلاثين عام معنا في الإصراح معنا في الجاهيات معنا في كثير من المنابر الله سبحانه وتعالى أعطاك الفصاحة والله أعطاك أيضا الخبرة في كثير من الأمور أننا نعرفها معالك سود كنا دائما إذا جينا في أي جاهية أننا كلنا نستأنس برايك نستأنس بحديثك معالك سود وأنت كل أعمالك تصب في مصلحة الوطن معالك سود حتى برنامجكم داع البرنامج الرائد في المملكة العربية السعودية وفي كل غنوات العالم نتمنى لغناتكم أنها دائما تسير في مثل هذه البرامج التي تفيد المجتمع وأيضا تقوي اللحمة الوطنية في المملكة العربية السعودية التي نحن جميعا في حاجة إليها أمام العالم جميلة الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك واشتقول أبا السفران المتابعين عن هذا الوقف والله نقول طال عمرك كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقه وأنا أقول أهل المال واللي تصدقون ترى ما ينقص مالكم شيء هذا مثل اللي تأخذه من جيبك الأي سر وتحطه في جيبك الأيمن نعم وهذه تنفعك في يوم لا حل ولا قوة إلا بالله ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله في قلب السليب لذلك نشجع على المبادرات ذي من الخير وهذا قناتكم هذي تشجع على المبادرات الطيبة والعمل الصالح نسأل الله نجعلها مواجين حسنا ويوفق الجميع إن شاء الله يقول رأي المثل فلوسك ما هي باللي في مخباك ولا في حسابك فلوسك اللي تقدمها عند ربك نعم أقول طال عمركم ويسمع هذا شيء تقدمه لنفسك يمكن الورثة مع هذا حسن منه تصدق لك صدق لجيت مكة لذا وقف اليتين حتى لو واخر عمرك ولا تراك مش هامن فيه حتى ونت مش وفي صدق صدق واليتين وفي مكة ليش مانحن أبوانهم وماتهم كل ليلة الشعب السعودي يدرس ويعالج ويوكل ويدفى من البرد ويضلل من الشمس هذه فرصة سعيدة والرابح اللي ربي اتفضل عليه بالنفق وكل استعم غير 300 ريال لو أرحب محل ما جاتني بشور ما لجاتني بشفاش للورعان الله يوفق الجميع جملت يا أبو تخيل لكن الثلاثمية بيجيب لك فيشفاش لا تكبرها يعني لا 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 شواش الشعر ما هو البلد قفتك يعني غراب البيت يعني أي يا رجل جملت يا أبو أخي جملت أخوي أبو عبد الرحمن ويش تقول بالنسبة لها الوقف وقف اليتيم وفي مكة وما زال على حضر الانشاء لان بدأ وصل لحد الناس تقريبا بإذن الله أنا راح يكتمل قريب بمشاة الله إن شاء الله الناس الإنسان إحيانا هو حريص على مصلحة نفسه وبيدخل إن شاء الله وبيشارك ويدور ما عند الله لكني أوجه أبذكر بس بذكر والذكر لي ولا الجميع ولا إن كل إنسان فاقد الله ناس غالين صدقت أم صديق عليه غالي أم قريب أم خوي أم زميل أم اللي يكون فأنت لا ذكرت هذا وغليته ويدك تقدم له شي فأنت تقدم له هالمساهمة في وقف اليتيم اللي بإذن الله بحي له قوة تبدر صدقاتها ضعاف مضاعفة فأنت كذا بريت وخدمت هالإنسان اللي هو أمس حاجة إليك فأدخلت عليه حسنات تصب عليه من بعد موته وانتسب بعد الله سبحانه وتعالى إنك اخترت أنك تشارك عنه فالحديث ينقطع من ابن آدم إلا من ثلاث من ضمنها صدقة جارية صدقة جارية فأنا أوصي حقيقة إن الواحد هو بنفسه بإذن الله إنه حارف إنه المسار لنكرر وقول الحمد لله إحنا في مجتمع واحد ومده من المشروع قايم والمشروع هذا هو النص تقريبا الوقف في مكة كل ناس نحرص منا ترى الناس أحرص منا وإحنا والله مجرد أن نذكر تذكير أن نذكرهم تذكير أحسن فأقول أنا أذكر اللي لها قارب والوالدي والأكبر السن واللي ما يعرفون الموضوع هذا أنك تدفها عنهم وتبتلقها عند الله تبتلقها لك أجر وتكتبها لها على وجوه عم شرب الخير عم شرب الخير الوقت قام يداهمني اشتقوا لي يا أستاذ أحمد أنا أترى الموضوع من زاوية أخرى وهو دائما حفظ كرامة اليتيم أو الأرمل أو المطلقة كثير من أوساط المجتمع عندنا يعني يشعر بالحاجة أو الفقر بس يستحي يطلب الناس فالجمعيات هذه الجزام الله خير وأنا عملت فيها شخصيا أكثر من 11 سنة تحفظ وجه اليتيم هذا أو الأرمد ترى اليتيم قد يكون أرملة أو أم الأيتام جالسة أوساط تستحي تطلب من بارك فلما تتجه الجمعية الجمعية تباشر هذا العمل أول شيء تتحقق فعلا بيانات أن هذه المرأة أو الأيتام يستحقون وهذا فيه برضو حفظ الأموال أين تذهب وأين تتخذ ثاني حفظ كرامة اليتيم طبعا تتحول هذه المبالغ على حساباتهم بحفظ كرامتهم هم عايشين في أوساطنا بدون ما يشعرون بالحرج يعني تخيل بالله أم الأيتام تدق على أبواب وتطلب هذا ما في حفظ كرامتها لكنها تتوجه للجمعيات الخيرية وتقدم شكل رسمي بعدين أنا اللي يعرف الآن حتى أم الأيتام ما أصبحت تتوجه يعني إذا يقدمها عن طريق المواقع الإلكترونية صحيح ويصلها إلى تبحث عنهم الآن تبحث وتوصل الأرزاق إلى حدهم كثير من الأسر آلاف الأسر وأشرفت عليها بنفسي مسجلة في جمعيات خيرية والجمعيات كل سنة وتأتي يعني تعطيهم الأرزاق بما يحفظ كرامتهم بزاكم الله خير الله يجعلنا وياكم المنفقين أرقام الجمعية موجودة على الشاشة وتبرعوا يا أخواني إلى أنفسكم وساهموا مع الناس ترى الوقف هذا بإذن الله بيتم لكن هناك من كتبهم الله من المنفقين والمتصدقين بتسجل أسماءهم وسوف يمر ويقول أنا سهمت في هذا الوقت وهناك من يفوتهم هذا الخير الله يجعلني وياكم من اللي يبادرون ويساهمون ويجعلهم عمل خير يقبلها الله سبحانه وتعالى وينفعهم في موقف لا ينفع ماله ولا بنون إلا من التالله بقلب سليم الحقيقة كل الحلقات والله رائعة ولكن كل الحلقة تجي أفضل من اللي قبلها حلقة رائعة حلقة مذرية حلقة جميلة بتواجدكم بوجودكم بذراكم الله يبيض وجيهكم كلكم أشكركم جميعا في اختام هذه الحلقة أشكر أخي الدكتور فهد المعطاني الذي جان من مكة بيض الله وجهك يا بركة شكرا لك طال عمرك الله يبيض وجيهكم شكرا لك أخوي صالح من زفران الله لا يهينك جمع الحالك شكرا لك يا أبو تخيل الله يعطيك العاذية شكرا لك أخوي مني ابن شويب الله يبيض وجهك يطول عمرك على ما قدمت أخوي أحمد القرني الله يبيض وجهك يرحم والديك يترام من جدة وتعنيت شكرا على ما قدمت فرصة سعيدة الله يحييكم جميعا أنتم أهل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى شكرا أخواني المتسابقين والمتابعين اللي شاركوا معنا والله يعطيكم العافية وكانوا دينا نخلي كل واحد يشارك أكثر ولكن أنتم دائما تخرون في الجيها أنا أقول تعالوا معنا أولي الحلقة لكن تقعدون لين تنذي الحلقة وبعدين أنا وياكم حقا علينا أن نعطي الضيف وقت أكثر من وقتنا لأنهم تعنوا ومن خارج الرياض ومن خارج فاسمحوا لي وأسأل الله تعالى أيها المتابعون أنا أكون قدمت أنا وضيوفي ما يرضي الله عننا تعالى أول شيء ثم يواء فكسنة نبية ثم يرضي كميع متابعيننا وجميع متابعاتنا وينول على استحسانهم نوعدكم إن شاء الله بالقانية يتجدد القابلة في نقص الوقت نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم بيض الله جيكم بيضايا في مثل الحكمة للأحلام تحقيق سوال في انجازلة وشعر ورواية نجمع رجال نحفظين المواذيك يا مرحبا وأهلا اشتركوا في القناة